بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حل هومورك شابتر 3 شابتر 3 يا جماعة من اهم الشابتر اللي عندك في المنهج فبعد اذنك لو صبحت لازم تركز معي جدا وانت بتحلي نقول سامري سريعة جدا جدا على اول حصة اول حصة كانت بنتكلم عن خلاصت الكلام ان انا كنت قلت لك ان في شابتر 2 كان جالي عالبت على شابتر 2 قال لي ان لما يعدي current الوير بتاعنا بي اكت اس ماجنتي يعني بيطلع ماجنتي فلو عندي وير عدي في current بي اكت اس ماجنتي ويطلع ماجنتي فلما جاي فراداي قالت اما تجي نقول بالعكس مش عالبتر 2 لما عدي current طلع ماجنتيك فلد اه طب لو عدت ماجنتيك فلد هيتطلع current او لا هذا اللي اكتشفناه من فرادايز اكسبرمنت ان لما يبقى عندي كويل ويجمبه ماجنتي طول ما الماجنتي ثابت مفيش current لكن عشان يبقى فيه current لازم الماجنتي يحصل له ايه يتحرك وقالت لك ان الماجنتي تحرك معناها change or variation in magnetic flux يبقى اذا يا جماعة عشان يبقى فيه current او current يتولد عشان current يتولد في الكويل لازم يبقى فيه change or variation في الماجنتيك فلوكس اللي بتغبط في الكويل يعني طول ما الماجنتي تثابت مفيش current لازم يبقى فيه changing flux عشان يبقى induced current وخلي بالك هتقول لي عبدالله خلاص نعني كده ان عشان يبقى فيه current او induced current يعني induced current زي ما قلت لك في الحصة برضو ان induced current يطلع من غير battery وهو شابتر 3 اصلا ان نقدر ان نطلع current بسبب حركة الماجنت مش بسبب وجود ماجنت فده اسمه induced current طيب و بعدين قلت لك يا صديقي ان مش اهم حاجة عندنا ان يبقى فيه ماجنتيك فلوكس اهم حاجة يبقى فيه change في الماجنتيك فلوكس دي اول حاجة ثاني حاجة يعني الماجنت يكون بيتحرك لا ما هو مش اي حركة تعمل لي current يعني اي يعني لو الماجنت ثابت وانا بحركة الماجنت فيه change in flux في induced current طيب لو عكسنا ثبتنا الماجنت وحركنا الكل في change in flux وفي induced current حركنا الاثنين في change in flux وفي induced current بس لو حركنا الاثنين كده بنفس السرعة في نفس الاتجاهة with the same velocity in the same direction هل فيه induced current لا رغم ان فيه حركة فمش اي حركة تعمل لك current لازم الحركة اللي تحصل او لازم السبب الاساسي اللي يطلع current ان يكون change or variation في الماجنتيك فلوكس او كي طيب ده ملخص الايه اللي احنا قلناه طيب وبعدين وخلي بالك ان اقولت لك ايه ان ال induced current اللي يطلع ده جماعة بيكون مومنتر اللي اللحظيا في اللحظة اللي ساعتك بتتحرك فيها في induced current او current بيطلع في الكويل مفيش change مفيش current و اول ما الماجنت بيثبت current بيبقى بايه بزيرو كلام جميل جدا طيب و بعدين ولا اي حاجة طبعا في الحصة اقول لك طب ليه حصل طب اللي حصل طب اللي حصل و اعدت فهمك علميا شوية اللي حصل بس الكلام ده موش لازم دلوقتي انا احنا بقناه بنقول و بعدين نخلنا بعد كده فرديه is low دخلنا بعد كده فرديه is low وبعده لانزلول وهي من اهم الحاجات لساعتك لازم تتعلمها تعال اول فرديه is low فرديه كان قال لك ايه معلم فرديه قال لك ان القانون بتاع ساعدتك ايه بقى اهو ان الف induced وهو تنسى كلمة induced لان اخر الساعة اننا في شابتر 3 كلمة induced لان شابتر 1 في مف و شابتر 2 في مف شابتر 3 في مف induced يعني من غير وجود بتري بسبب حركة المجنط او change into flux كلمة جميل طيب كاتر اي مف قانون هي negative n delta t طيب النجاتف دي بقى انت فاكر بتاع تلينزلول اللي احنا هناخد هكد هكوردة بعد شوية او اللي احنا هراجحها بعد شوية النجاتف دي بتاعت lean rule يعني بتاعة diriction وبالتالي النجاتف دي بتاعة lean's rule يعني بتاعت الايه arriction وبالتالي ما بتكتبش في الارقام نهائي الزاعة معاعة متكتبش في الارقام خالص م UK خلاص يا جامعة محدش ينسى محدش ينسى ماشي يا جماعة يا اصدازهة هانا يا اصدازة اش Fleisch التقم المتخلف اللي في الهرم ما تنسوش النيجاتف والنبل ماشي فالنيجاتف دي جماعة بتاعت لنز رولو ما تكتبش في الاركام خالص الا في مسائل الجراف النيجاتف دي يا جماعة انا مليش دعوة بيها النهائي في الاركام ما بشوفهاش كانوش افهم الا في مسائل الجراف في مسائل الجراف نحط النيجاتف في الاركام الان طبعا انا تعرف ان الان ما عندي كويل كويل سيعدي في الان فهي الان او لان كان لديه قانون الان في الورع ايه؟ ار من شابتر 2 كلم جميل نيجاتف ان دلتا فايل تي دي كان القانون ليمف انديوز ايكوى نيجاتف ان دلتا فايل تي طبعا عرفنا الان ادلتا فايل تشانج الفلاكس ادلتا تي لتشانج انتايم تعالا نشوف اتركاتهم بسرعة جدا طبعا الاول دلتا تي دلتا تي دلتا تي مش ده تشانج انتايم او فلو عندي وطايم هنزله لو عندي اتنين تايم اما ينصق ماشي طب بالنسبة للدلتا فايل الدلتا فايل صديق اللي هي تشانج انفلاكس صح اوه اللي تشانج انفلاكس اللي عليها كم تركة خمسة تعالا بقى نمسا حشان نطلع فايل ونشوفهم اهو دي تركات الدلتا فايل جماعة دلتا فايل اصلا لو انت بركز كده تلاقي خمس اسهم دلتا فايل ايه طلع منها خمس اسهم واحد اثنين تلاية اربعة اخمسة تركز بمعي لو اديك فايل واحدة تتنايلت خطها لو اديك فايل فايل توان وانس فايل او فايل توان الكبيرة وانس السغيرة طيب الفايل كننقنونها ايه من شابتر 2 وابي سين ثيتا خلصانة طيب عبدالله ممكن يديك الا وابي والانجل فتعمل اي بي سين ثيتا وتعوض امين طيب يا جماعة لازم فيه تغير تغير حاجة في ذلك فممكن الانجل تتغير تسبب الانجل او ممكن الانجل تسبب الانجل او ممكن الانجل تسبب الانجل وبالتالي فيه 3 تركات بعدها لو الانجل تغيرت ساعتها مالكش دعوة بالانجل لو الانجل تغيرت تبقى بي 1- بي 2 بين براكتس طبعا الكبيرة من السلسل صغيرة طب لو غيرنا الانجل يعني عندك كويل ويعدي فيه مكنتك فلكس معين الانجل صغر او كبر فالانجل تغيرت مش لما الانجل تتغير الخطوط او وبالتالي ممكن الانجل يكون بسبب تغير الانجل وبالتالي ممكن الانجل وبالتالي ممكن الانجل ممكن الانجل تتغير يعني تكون الخطوط جاية وهي الانجل وهي الانجل يقول لك الانجل انها يقول لك سين ستا 2 السية 2 فيقول لك الانجل في الوضع التالي يا جماعة لا يستعمل انها تتخلف عقلي محدش يعملي كده سين بي 2 هذا غلط ده تعلم تكلف عقلي ماذا يا كيمو؟ كريم اللى هو الرأي وقالبي يمكنني ان يكون متخلف ان اتتذكر في اجل أن اتتكلم ساين سي meet 1 و معينة ساين سي meet 2 خلاص يا معان ساين براكتس اوكي طيب الفكرة بقى هل هو في المسألة أصلا اصلا يبدأ لو لا اقول يا معامل ساين ما أكبر كده الحفر لها الفائل خمسة لانما لو اتنزلها كيف ات één م Fell هل هو كتش هل اتنسين يا جميع Shepherd ان ال Attention ب arbitr trabajar كان يجب أن تعدمًا عن الوضع إلى المنزل الوضع من المش мех لأنه يجب أن يتأثر الوضع مرحلة تخلق على الوضع مع المنزل او المش属ة ما يجب أن ينجل الوضع على الوضع بالقويل يمكن أن يؤثر على الوضع المشكلة يجب ان يكون عندك قبل جانبو الك�ير أنا أريد أن يبيني في قويل بالقويل يجب أن يأخذ الوضع في الوضع المشكلة سأخذها أو أستخدقا يجب ان اخذ الوحى القلع LED لكن اخذ الوحى القلع LED اخذ الوحى القلع LED يجب ان اخذ الوحى القلع LED اخته المشكلة حسنا سوف اخته ان تشكرين يا بي لك عادي عادي طيب وبعدين يا شباب ايبا دي الب سواء بقي هو ادلك جنبه واير جنبه دي الاكسترنل تحصلها بقي او لو انه لا شك يحصلها ايبا سواء مي او نير على تو ار لو كيل مي يعنى لانسة السيليناد او اي ما و اي دي الو ايبا لو جنبه ايه ما؟ فده البي اكسترنل اللي بتأثر على الحاجة بتاعتله طب بالنسبة ليه مش ال ايديا الاريال والله لو انت تتكلم عن ماذا يريد الكويل نفسه فهو مثلا الكويل ده سيركلي او باي ار سكوير لو ركتانجل ارشيبي او الانسف ووتس لو سكوير او مربع يبقى سايد بار 2 وطبعا الناس لا تنسعيش التحولات اوكي طيب وبعدين قبل ما اكمل اقول لك انا كوتش خلي بالك والنبي من السيتات دي شايفين السيتات دي جماعة الانجلز دي اه انت لازم تخلي بالك من ممكن يقولك المسلح التحول من الانجل بار سيستهان ممكن يقولك والله الانجل با 30 ممكن يقولك عندما الكويل سيته الانجل با 30 اه يجب ان تلف 30 با 60 فاتخلي بالك من الحوارات دي جدا طيب اولا سيجب ان تخلي بالك انها هنوش يدين لك يمكنك إضافة كل الـ given وإضافة الـ N و A و C1 ويقولك هاتلي C2 عادي طبعا هتعمل shift solve بس يتخلي بالك من المطلوب يا طرى عندما تدع لك C1 هو عايز الـ angle become the cam خلاص فانت كده C2 تعمل shift solve ولا عايز الـ coil هيلف كام افرد مثلا هو كان 90 انت جبت C2 60 بس هو مش عايز الـ angle become the cam هو عايز هيلف كام هي مش عايز الـ 90 انت جبت الـ 60 او يبقى لف كام فتخلي بالك من المطلوب يا طرى هو عايز الـ angle become the cam او هيلف كام او هدها لـ given هي بك او هيلف كام وتخلي بالك من المطلوب وطبعا لو قال لك الـ angle الـ angle بـ 90 وقال لك الـ angle بـ 0 اي angle تاني هيدها لك جميل جدا 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 وهي تركات الـ phi وعاة انساها عشان هنحل بها لو في واحدة هتحطها لو اتنين فايتا مينسهم اي بي ساين سيتا اتنين بيت مينسهم في الـ area اتنين بيت مينسهم في الـ B اتنين انجل يبقى بيت ساين سيتا 1 وتخلي بالك من الـ brackets والـ B external اللي بتؤثر على الـ coil سواء بقى جايله من الماجنت جايله من اي حاجة جانبه و الـ area بتاعت الـ coil نفسه و الـ R square كلام جميل جدا و الكلام ده يا جماعة هتلاقي انك كتبه اكتر ولكن ان لا نطلع لها ولكن لك ايه لو عندك 2-coils و اي حاجة عن X و Y و طلب منك الـ EMF induced و طلب منك الـ EMF induced فانت عايز الـ EMF في X او عايز الـ EMF في X يبقى الـ N بتاعت مين X و الـ Area بتاعت مين X لكن الـ B بتاعت مين اللي بتؤثر على X اللي هي جايله من Y و ده اللي كاتبه لك باخد الـ B اللي بتؤثر على X اللي هي جايله من اللي جنبه خلصانه ماشا يا أستاذ عبدال خلصانه من الـ Tricks اللي جاية تركات الايه الفاي نفسها و تركيست الفاي لها كم تركة خمسة بس لها كم حالة اتنين الفاي دي جماعة لها 2-Cases لاما تنزل فاي زي ما هي بتركاتها يعني تاخد اي تركة من لان احنا عملناهم تروح تعاوض بها في القانون او ممكن قبل ما تعاوض بالتركة دي في القانون تعملها ملت بلاي طول اول فالفاي يا جماعة لها 2-Cases ركز مع الله يرضى عليك حالات الفاي لاما الفاي معلم تنزل فاي زي ما هي لاما تعمل ملت بلاي طول اول هي او تركتها يعني اي تركة تعاوض بها لاما تنزلها زي ما هي لاما تعملها ملت بلاي طول اول امتى يا عبدالله تنزلها زي ما هي لو قاعد لك اي كم معناها فاي تو بزيرو زي ما احنا شرحنا في الحسة ان هو كان بيقبط كان بيقبط يعني كان 90 صح؟ و زي ما انا قلت لك برضو ان دايما دايما الـ Standard position لبداية الحركة هو البربنديكلى يعني الـ Coil يبقى البربنديكلى على المجنة فيلد لو ما قال اي حاجة لكن لو غير او لو قال بدم الوضع الفلاني انا شغال معه ماشي يبقى هو بدم البربنديكلى الربوزيشن اي كلمة معناها فاي تو بزيرو يعني ايه لف روبا لف لف تلتة روبا لف او روبا او روبا او روبا او دي كمان روبا او يقولك كان بيقبط ماشي بعدين الـ Coil و هذا فاي تو بزيرو مفيش حاجة تغبط و الـ Coil اي كلمة معناها فاي تو بزيرو فساعتها الفاي بتنزل فاي عادية جدا زي ما هي لان المجنة فلاكس تغبط مرة واحدة فقط في الكويل خلص انا اي كلمة معناها الـ Coil اي كلمة معناها الـ Coil تشقلب لان كم تغبط مرة مرة في وش ايدي ودهر ايدي فعملها الـ Coil والاواي الكلمة تعالى على المجال 253 فكيف تعملها 350 او اية كلمة فايتوب 그리고 اي كلمة تعملها руг اي كلمة earliest فايتوبية اي كلمة معناها في طب ايه اي كلمة معناها كولة شقلب فتبقى عمل الفي ملتوبلاي 2 لكن اي كلمة معناها في طب 0 تنزل الفي عادية جدا هي وتركته دي بتعمل ملتوبلاي 2 هي وتركته خلي بلك اللي هيوضع عليك كل الكلام ده يا جماعة لو الكويل بدئ من الوصول كل الكلام ده بشارط ان الوصول بدئ من ايه الكويل بدئ من نورمال بوزيشن Start its motion from a normal position لكن ركز معايا بدأ الحركة من ال normal position لكن لو بدأ الحركة من أي وضع تاني يجب أن تشغل دماغك لو الـ coil بدأ الحركة من ال normal position اشتغل بالكلمات دي لو الـ coil يا صديقي بدأ الحركة من أي وضع آخر يا أستاذة هانية يا أستاذة هانية الله يرضى عليك يا جماعة لو الراجل بدأ الحركة من أي وضع غير المعادة هتضطر أسفا يا جماعة هتضطر أسفا تتشغل دماغك ازاي ما بدأش من البرميكلور بدأ من البرميكلور بدأت من البرميكلور كده فايوان أصلا بزيرو ما فيش حاجة بتخبط لو قلت لفت نص لفة قد ربح ايه ده ولا بدأت في الوضع الأولاني ولا خبطت في الوضع الأولاني يعني فايوان بزيرو بزيرو خلصت الكلام يا جماعة لو بدأ الحركة من نورمال بوزيشن اشتغل بالكلمات لو ما قلت لو ما قلت لك فهو نبدأ من البرميكلور لو قلت لك انا بدأت من اي وضع تاني اشتغل الوضع اللي هو قلت وشغل دماغك خلاص؟ وده لانا كتبه لك تحت خالص استنيني طلع سنة في البتاع الهزرة ده لاحظة حده؟ اهو كتب لك ايه؟ بقول لك لو القلت بدأ الحركة من اي وضع اخر غير النورمال بوزيشن لازم تشغل دماغك خلاص؟ وتشوف فايوان كانت ايه؟ وبفايوان بقت ايه؟ ويه؟ بعدين؟ قال لك النوت اللي بعد كده يا جماعة لو القلت لف لو كانت ايه في 360 ديجري لو كلها في 1 كمريت سايكل فلازم الانديوزة كارنة تبقى بايه؟ بزيره ليه؟ لانه في 300 ديجري لاحصلش تشينج انت بترجع على نفس المكان انت تغبط هنا مثلا لفيت رجعتي تاني في نفس الوش فانت لاحصلش تشينج انفلكس وما فيش ايه حاجة حصلت فالفايو بزيره عشان لاحصلش تشينج انفلكس وده يا جماعة زي ما احنا قلنا تركات نص قانونية انجي اللي في التجمع انا بس عشان انا ليه اقولي المكان علشان انا عندي كذا نفس الاسم في كذا مكان فانا بقى قصة حد معينة يا أستاذة انجي اللي اريد عليك لا يعنيش الحاجات كتير لكن لا يعنيش مضطرين نذاكر جامد نذاكر نموت نفسنا اليمي في انديوز ليها تركات اليمي في نفسها ليها تركات هل تعرف ان فيك والآير؟ اه طبعا يا جماعة الريزيستنس بتاعت مين؟ تاعت السيركيت كلها الريزيستنس السيركيت كلها طب ما الاي بتساوي كيو على تي؟ وكيو بتتفك ان في اي؟ يبقى اذا يا جماعة ممكن تطلب مني النمبر في الالكترونز فلما يطلب مني النمبر في الالكترونز نعمل اي؟ ولا اي حاجة هجيب اليمي في من القانون بسلاتاته وبعدين مع الار اجيب الاي ومن الاي اجيب الكيو من الуй حاجة الوعي أجيب الان، هل نعمل كل ذلك؟ ؟...ده كتير جدا ما تيجيب الان أ approve إن أول ما يطلب الكيو أو النمبر aelectronز المطابل المطابل بلكن بتصدق القانون أول ما يطلب الكيو هل nurture greatest of charge given أو لدي لعيميت ويطلب income كرانبا ده qr equal nba ال qd quant of charges ال r d resistance nba طبعا يا جماعة ال b و ايه دول مفقوقين مين اصلا ال b و ايه دول يا جماعة مفقوقين الفاي اه اه بس طب لو انا عزي number of electrons يا عبدالله ولا ايه حاجة شي لكيو حط ن فيه خلاص اول ما يطلب ال q او number of electrons او دهم اللي given استبقرون ايه كرانبا بس يوعى تنسى ان ال b و ايه دول يا جماعة مفقوقين الفاي اصلا صح اه يعني ممكن ينزله زي ما هم ممكن تعمله برضو ملتبلاي ايه ممكن تعمله برضو ملتبلاي ايه ممكن تعمله برضو ملتبلايته عادي اوكي فالموضوع سهل جميل زريف لطيف بس بعد اذنك لو سمحت ركز و انت بتحل الكلام كتير لا الكلام بسيط خالص هو قانون واحد لي ايه 500 ركا ماشي كلام بسيط يعني ان شاء الله طيب و بعدين بالنسبة بقى بقى للينز رول دي صور في ال problem تعالي بقى نطلع للينز رول كده يا جماعة افكرك بيها هنب لينز رول بقى استثبت اهي بص ياسطا لينز رول كنت اول تلك اللي يبقى في ال direction ال direction بتاع لينز رول ولكن الاتجاه ال induced current اللي بيطلع في ال coin بيعكس ال change in flux اللي بتطلعو او المسببة ليه اتجاه ال induced current بيعكس ال change in magnetic flux ما بتاعكسش الفلكس بتاعكس التغير يعني الفلكس بتزيد بيبقى هو عايزها تقل لو الفلكس بتقل بيبقى هو عايزها تزيد و بتقل induced current مش بيعكس الفلكس و بيعكس التغير اللي بيحصل في الفلكس يعني ايه يعني اه او زي ال examples اليه الي بعدی لو انا عمدي مقنت لو انا لدي مقنت بالموذج اداء يتيوق هون دي سلينويد جب اللي عليك هو اتجاه ال indu س Laura std ما اتجاه ال remote او دمانيوم يعني ان الفلكس التغير من ال Aaron يعني ان الفلكس التغير من الكلب لا يبقى هو عايزا م scientري اتجاه الانديوز بيطلع بحيث انه يعكس اللي تشانج في الفلوكس طب مش وانا والماجنت بيقارب الفلوكس بديد؟ اه هو عايز ان يعكس الزيادة دي يعني عايزها ايه؟ عايزها تقل طيب عشان يقلل الفلوكس يعمل في الماجنت يبعده صح؟ يعني يعمل مع الماجنت اتراكشن ولا ريبالشن؟ ريبالشن مش دي ان؟ اه عشان يبعد يروح اعمل ايه؟ ان؟ ريبالشن سيمبولز تماما دي ان توقنها هاته ايه؟ ايه؟ اس يلا والشي دي اكسطها وده مع الان وده مع الان يبقى الان تحت يبقى الان كده يبقى الان كده يبقى الان تحت بس ده اللي انا كتبولك في الشرحة هو بقى يبقى هنا يقرب يعني الفلوكس اللي بتقبط في الكويل بتزيد فبيكون اتجاه الانديوز بكرة انت عايز يعكس التغير ده لقابة لنز اصلا انه يعكس التغير خلاص طب مش هي بتزيد او يعني انا مش عايز اتزيد أريد أن أقللها لابد أن أقللها لابد أن أقللها وبعد أن تستخدم أمبروات هندرول والذي يقول لك على صفحة ثم قلت لك في الآخر خلاصة الكلام لو أنجد يقرب يعني أنجد يقرب أبعده ولو أنجد يقربه ولو أنجد يقربه فأنا أريد أن أقربه يعني أنجد يقربه صح؟ بس فلو في حالة وجود ماجنت وبالتالي يا جماعة في حالة وجود ماجنت لو الماجنت يقرب يبعده في مشكلة في الهبل ده؟ في حالة عدم وجود ماجنت وجود فلوكس لو معنجش ماجنت بقى بس عندي ماجنتيك فلوكس برضو نفس الكلام أنا بعكس التغير اللي بيحصل في الماجنتيك فلوكس يعني لو أنا عندي كويل وكويل بيتأثر بماجنتيك فلوكس جايله من بره اكسات كتير جدا موسك تبليك ايه؟ ماجنتيك فلوكس جايلة اللي بتؤثر على الكويل بره عن اكسات جايله من بره أنا مهمتي ليس ان اعكس الفلوكس ان اعكس التغير اللي بيحصل في الفلوكس أنا كقرنت مهمتي في الحياة ان اعكس التغير اللي بيحصل في الفلوكس اوكي؟ حلو وبالتالي الفلوكس بتزيد ايه؟ عايز اقللها طب مش ايه اكس؟ اوه عشان اقللها لازم اعمل لها ايه؟ دوت مانعندي الشكلين اكس ودوت صح؟ اوه عايز اقللها اوه دوت يعني خيرك في الانديوز ديكارنت اوه زي ما انا اقول لك اوه طيب هنا بقى هنا اكسات صح؟ اوه نفس الرسمة اكسات اكسات كتير قويه؟ بيكسات بس المرضو بيت ايه؟ بيكريز ال بال quest نفسها بتقل ه提ور jätte انا ارى العكس تغير انا اعز ازقودها او اعز ارى ارى وقانت اووه ايه؟ اكس مهيز بيكريز فاهمين ام ايه؟ عMe الرسمية امنن ارى! خلصة من القبيناة لما ارى ان ارى خلصاي الكلام ان ارى ارى ان ارى العكس التغير وتي ارى وأرى singular ارى ان ارى ان عكس تغير ارى و تعيكم if mü and flux انا اعكس الاتشانج اذا اعجز الفلكس تزيد اعجزها تقل اذا اعجزها تزيد انا لا معاكس الفلكس اعجزها تغير هنا اكسات اعجزها تقل فانا اعجز ازودها اعمل اكس زيها خلاص يا جماعة؟ خلاص و بعدين قلت لك ايه؟ خلاص بك عشان نحل بسرعة في حالة وجود فلكس يعني المرضي مش ماجنت فوق كانت وجود ماجنت لو ماجنت يقرب ببعده لكن في حالة وجود فلكس فلكس بقى مش ماجنت لو فلكس بتقل اعمل زيها لو بتزيد اعمل عكسها لو فلكس بتقل اعمل زيها لو بتزيد اعمل عكسها زيها وعكسها جماعة عشان التخلف العقلي كرمز كاكس ودوت عشان الغباوة يعني ايه؟ يعني لو هي مثلا اكس وبتقل اعمل زيها اعمل اكس طب لو اكس وبتزيد اعمل عكسها يعني اعمل دوت اصد زيها وعكسها كرمز اكس ودوت ماشي وبعدين اديت لك هنا تلات تلاف اكزامبل تحت وكل اكزامبل مشروح ولمبة ومش لمبة تعالي نحل الواجب طبعا يا جماعة بعد ما بتجيب الفلكس بتجيب لي اتجاه الانديوز طيب طبعا يا جماعة كان الشرح والبروبلمز قبل ما مخش على الواجب الناس تحل السورف البروبلمز عشان ما تدلكش بالجزمة لو انت لسه ما حلتش السورف البروبلمز زاكر واحفظ صفحة الرولز لازم تحفظها كويس طبعا انت تبقى فهمها لان احنا شرحناها بالتفاصيل في الحصة او انها مراجعتش قوي على تفاصيل الفهم يعني يقاوك دي جامنين وده جامنين وكلامنا مش مشكلة المهم ده جعل يا جماعة على الشرح كويس قوي واحفظ البروبلمز كويس قوي وحل السورف البروبلمز عشان ما زعلكش حل السورف البروبلمز عشان انا عارف ان الناس ما بقول لها حالي شرور ويتنفضلي يا استاذ السارة حل السورف البروبلمز يا جماعة حل السورف البروبلمز اللي يرضى عليكم ماشي حلتها وقفوا حلها تعالي بنحل الواجب سيشن 1 بسم الله الرحمن الرحيم يلا بنحل الواجب يا جماعة احنا رجعنا هو السماري سريعة جميلة زريفة لطيفة بيقول لك ايه بيقول لك اذا كانت المجلسة من الواجبات وهذا السورف البروبلمز يبال ان الواجبات يبال ان الواجبات تقرب منه يعني ان الواجبات تقرب منه يبال 5 و 0.02 يبال ماشي تقرب من الواجبات ثلاثة تقرب من الواجبات مالة الواجبات يبدأ بالاركام. يلا خشيلي بقى على الاركشنات علشان اللي مفهمش نعمله تاني. بيقولك اد the moment of moving the magnet in the shown direction. يقع الماجنت بيبقى هناك كده. ماشي. the brightness of the land. طيب يا جماعة بمنتهى المنطق وبالراحة خالص. هو دلوقتي يا جماعة المنظر ده جوا كم كارنت? لو انت متسرع ومتخلف هتقول لي كارنت واحد. اللي هو بتاع البتري تتخليه فعقلي. يا جماعة المنظر ده جوا كارنتين. الكارنت بتاع البتري. والinduced current بسبب الماجنت. يعني عندي كم كارنت? كارنتين. بس فانا ما مهمنتي بمنطقة البساطة. لو الكارنتات مع بعض. البراتنسيزي. لو الكارنتات عكس بعض الاداطل. طب خلاص. طبعا يا جماعة وتزيدوا تليه. مومنتر اللي لحظي يالله. الinduced current اصلا. بيكون مومنتر. طيب انجبت جاي الكارنت بتاع البتري بسرعة كده. طبعا دي البسطف يا جماعة اهي. ودي الناجاتف. فالكارنت بيطلع من البسطف. ماشي 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 ماشي. هبه اختفى. لف من وراء. اه يا ابن اللاعبه يا ادهوم. ادهوم اللي في الهرم. ها? مش اللي التاني. ادهوم. الكارنت ماشي ماشي ماشي. هبه اختفى. لف من وراء. هبه. يبقى نزل لتحت. خلصانة. جبنا اتجاه الكارنت بتاع البتري. ماشي. نزل لتحت. هبه اتجاه الinduced current اصلا. يلا. ده بيبعد. عايزوا ايه؟ ركز بها معايا. مش المجند بيبعد؟ تب تعالي نفهمها الاول من غير النوتة. اللي هي لو بيقربه لو بيقرب بيعده الكلام ده. لأ بالراحة بقى. مش المجند بيبعد؟ اه. يعني الفلاكس اللي بتقبط في الكويل بتقل. ده بيبعد؟%. ماهي لدي الله العارة؟! عشان الزيد السلام.. تتزيد؟. عشان يزودها ايه对toon عالي يرد نزيد عشان يزودها يعمل أتراكشن. تاني المجند بيبعد? فالغلاء اللي تقبط في الكويل تقل حما mi mature gment.irasip نرى بيقرب المجند.착 العشان يقربهوا يعمل أتراكشن. م gouvern implementation بيقى الزن. اني opposed تبقى 0 0 s بس. ده نحن الم reco民 departed B agree the burden on a new. باب دي coeur B shaped the Abrams. ا يعني الكارنتين مع بعض العكس بعض مع بعض يبقى تنكريز مومنتر لي. خلصانة اللي بعده ينزل باردك من غير ما ينزل يلا عايز اتجاه الانديوز دي كارنت هو يسألك على كذا حاجة اصلا بيسألك على الانديوزة جالفانومتر في الجالفانومتر الانديوزة جالفانومتر يا جماعة مش ثروزة كويل يعني هو عايز الانديوزة كارنت في الجالفانو من ون لتو ولا من طول ون دي اول حاجة تاني حاجة بيسألك على الايه فين بول ايه اهي تبقى نورس ولا ساوس طب يلا بنتها البساطة الماجنت ده بيقرب عايز ويبعد او الفلكس بتزيد الفلكس بتزيد فانا عايز هتقل عشان يقالي الفلكس اه بعد الماجنت يعني عمل ريبالشن دي ان عشان عمل ريبالشن دي ان عشان عمل ريبالشن احط هنا ايه ان وتحت اس يلا وشاركة الصفحة وده مع الان فالان هي دي الان اي بقى الله يمشي كده على التورنس للأسهم دي كده علي على التورنس كيف تركز تركز في المطلوب هنا لك küçل في الجالفانو من طول 1 لكن لو اقولك يعني الجوة الكويل نحي من 1 إلى 2 فهو في الجالفانو بالكويل ماشي من 1 إلى 2 هل لابد انت تشوف هو عايز ايه في المسألة هو عايز بتربط جالفانو المطلوب يتوقف من طول 1 ثانية حاجة اباع بول ايه بول ايه ايه ازا من طول 1 واثا سوز ايه اباع بول ايه اباع بول ايه يلا بيقول لك يا معلم اذا شون فجر لحظة يا جماعة عشان لها ما تبلطش بس بيقول لك ايه اه جانا بتتداية من الصوت بتاع البلقة ده عليش يا جوجو جانا اللي في التجمع ما علينا بيقول لك ايه ايه . ايو اي مجنز pend드�جه ان في الوصو with the Carbon ايج BLM, ايه متقلق بEIبرجه تكن موضوع لديك الشركة يعني انت عندك مجنز a magnet متقلق بأي مجنز متعلم في سبرينج سوستا السوستا يطلع و تنزل و هذا هو كويل فهو يطلع و يدخل و يخرج من الكويل ماشي which is connected to the galvanometer having zero reading in the middle و يقولك ال galvanometer الثاني في المصر when the magnet vibrates ماذا؟ طالع و نازل up and down when the magnet يقرب في الاتجاه معين طب لو بيباد في الاتجاه المعاكس و هذا ما شرحناه و يرجع شمال يمين و شمال فمش هنخلص إذا إلا يحصل swing from right to left and vice versa من المين و شمال و العكس يقولك يا معلم يقولك two rings 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 two magnetic field and who's antennas is exchanging uniform uniformly with the time ماشي ماشي then the drawing that represents the ratio between the induced EMF the two rings within the same period of time اعايز ال EMF انت تعرف ان EMF اصلا قرونها n phi طب هو قالك same time و قالك rings طب ما تفكر the area phi هو قالك b هي هي على الاثنين يبقى فاضلي الarea طب مش الarea بتاعة x y اه يبقى نيف تاعة x يبقى نيف تاعة x y choice b choice b اللي بعض طبعا ايما المسألة لسه سهلة بنسخن برضو هنا عايز ال EMF induced Q على ال EMF induced ratio يعني EMF induced Q على ال EMF induced Q الاول على ال EMF induced بي طب مش الامب يا جماعة قانونها N phi على T اه فوق طيب طبعا نشوف يولا مين يثابت عشان نشيله بيقولك اولا two metallic rings بل N يعني N زي بعض ماشي زي بعض ماشي زي بعض يعني بالزبط under the effect of magnetic field of variable intensity uniform late direction perpendicular in the page معنى كده ايه؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان ال B اللي بيقبط هنا هو نفس ال B اللي بيقبط هنا في ال B ثابت uniform late يعني ال time كمان ثابت فضلك ال area طب مش ال area يا جماعة equal by r square اه يبقى ان N يريد في الوقت ايه equal by r square على by r square على by r square ال B هتروح مع ال B فضلي يبقى اذا كان اللي فاضل radius q square على radius b square عوض radius q بقام ب 1 square radius b بقام ب 2 square 0.25 0.25 يقول لك يا كوتش a coil of 100 turnis يعني N 100 is penetrated by a magnetic flux of sorry magnetic flux يعني phi 0.02 if the magnetic flux inside the coil is double الماغنة is double الماغنة in the same direction within 0.01 second عايز lmf طب مش تعرف lmf equal n phi على t او delta phi يعني delta t ال N بقام 100 ال T اللي عندك بقام 0.01 فضلك delta phi السؤال دلوقتي يا كوتش هي phi كانت بقام مش خلي بالك مش الدلتة phi دي يا جماعة عبارة الخمسة ركاتي التركة الاولى عبارة عن phi 2 minus phi اه هي اصلا phi 1 كانت بقام phi 1 كانت ب0.02 هي 0.02 phi 2 بقام مش هو قال لك double اه يعني 0.04 يعني يعني 0.04 عوض يا كوتش بس خطها على الالة وهل تبنيتك دي سهل جدا ما فيهاش حاجة تطلع كم بعض الله تطلع يا بد تطلع فوق دي تطلع 0.0 كم يا كوتش 2 تطلع متان يا قلبي ماذا من غير قال لينز ثاني اتجاه الانديوزد بيعكس التغير والنوتة لو الفلكس بتزيد اعمل عكسها لو بتقل اعمل زيها طب لو فيه ماجنت لو الماء بيقرب ابعده او بيبعد قربه فتعالا نشتغل ونشوف هنشتغل ازاي واربان يسطر ان شاء الله which of the following choices representing the correct direction of the induced current which is generated in the metallic ring by the effect of the induced current طب يلا بيقولك ايه بيقولك ان هي induced current في ال Ring صح خلص انا مليش دعا اتجاه توقفت انه لا مازل اتجاه من القلب يعني اتجاه الرنج ال Ring وهنا مازل اتجاه ال induced current وهنا وهنا و vole اي اختي الان و لا اصلاح الان لذلك التنسيeme علي مدينة الفلكس كتيرة ترسمك الغشش على السمسات send the flux يأثيروا من الوائر و أتأثير الحصول نجيب بس البيع جميع الرجيرة فاجب بحق الأكسات طب هنا او زيها يعني كرمز اكس او دوت. مهم اكس دوت يدل يا جماعة عكس بعض. خلاص? ماشي? بتزيد عكسها هي اكس روح نعمل دوت. دوت اهو يبقى الكرنة يمشي كده. الاوران جاول. ايه ده دسام اللي هم يدولي صح. ماشي? يبقى كنت شويس ايه ممكن يبقى صح. طب تعال نجرب بالباقي كله. دلوقتي. الفلكس اكسات. بتزيد هو اللي بتقل. بتقل. بتقل اللي عمل زيها. طب بالفهم. طب بالفهم. طب بالفهم. هي بتقل صح? بتقل يبقى اللي عايز اعكس التغير اللي في الفلكس. لو هي بتقل. فهو عايز اعكس القللاني. عايز يزودها. هي اكس عشان يزودها ايه? يعمل لها اكس. ما عايز يزودها. اكس برضه. اكس يعني داخل جوا الصح. فالمفروض تقل اللي يبقى كده. الله ده من دولي غلط. اللي بعدها. يعني ايه فانشنج يا جماعة? فانشنج اصلا يعني الفلكس بتقل. وهو تختفي. مش هتختفي? اه. بتقل زيها. مش هتقل? اعمل زيها. اعمل اكس. هي اكسات يا جماعة. وبتقل. بتقل زيها. اكس و اعمل لها اكس. هبه. لف كده. طب هنا. هي بتزيد اعمل عكسها. اعمل دوت. صح جماعة? وبتزيد عايز اقللها. هي اكس رو هنعمل لها دوت عشان نقللها. هبه. لف كده. اهو خالج. لف كده. ايه ده برضه من دولي غلط. فكلهم غلط مع ده ايه? هي التشويس الوحيدين اللي صح. طبنا يا جماعة هنقبل زيها خمس وقت مرة تحت. ماشي. اهي اللي بعدها. يلا. المراضي بقى يا جماعة هو عكس الحوار. قال لك بص. انا هديك اتجاه الاندوز كرانت وعايز الفلكس دولة تقل. طب يلا بالرحم. بيقول لك. بيقول لك in the opposite figure shows a ring. that is blazed in plane of the page and affected by magnetic field. بتأثر بميجنك فيلد. بتأثر بميجنك فيلد. خارجة من الصفحة. which of the following choices leads the generation. which of the following choices leads to the generation of the induced current in clockwise direction. يعني هو عايز الكرانت يمشيه clockwise. بعد يزنى خليه يمشيه clockwise اهو. ده تجاه الاندوز كرانت ده جيفن. ده الاي اندوز. ده جيفن. ماشي. عايز اللي يحصل. عايز الفلكس يزيده لطب المنطق. هتلي بعد إزنك البلكس اللي الomena lcoyl يعملها. x seta علado J attack. البلكس. اللي The induced current بيعملها. البلكس اللي The induced current بيعملها هاتلي. لي. مش an induced current مش كدة. فاللفلكس البターط و يدخل بتأخذ جوا الصفحة x يعني. الله والجيفن كان azale j equity صح؟ اه عمل عاكسة ولا زيها produto إهو عامل عكسة موض Let it happen acisade shoot and di do it وقويل عاكسة هيبقى هي Linda she click of x. so she prov Gurk et answered, is it like it. يبقى الامرات تزيد يبقى المجنطق حسنا يبقى المجنطق يبقى يبقى زياد إذا كنت اقوم بخصر وضعه بسيط جدا اذا تتبقى الطب لا تتبقى ليس الـ''''.تت' كنت اقوم بعمل X يعني عمل عكسها يعني يقللها يبقى هي اصلا كانت تزيد عندما يطلع فلاكس بحيث انها هتقلل الجيفن يبقى الجيفن اصلا بيزيد لازم لازم تزيد في البداية كلام جامل جدا او كما قلت لك عملت عكسة بقى هي بتزيد اللي بعده الراجل يريد ان تطلع الجيفن يؤسس عبدال يالله كوتش عندك تنجيلر كويلة 4 سنتمترا سكور حوالها ملتبلية 2 برنجات 4 ومعها 50 دلر ومعها تنجيلر ومعها تنجيلر اصلا بيربنككوري او كويلة في البداية ومعها تنجيلر كيف تنجيلر 100 دلر لنظر بيربنكوريا يعني الانجل يكون بكامب ناينتي طبيعي بلسد الكلمات برمين ديكلر يبقى الفايت تعمل ملتوبلاي 2 على طول لان الكلمات انا احافظها طالما بادئ من النار ملتوبلاي 2 خلصونا نكمل وبعدين بيقول لك ايه ان الكتريكي تشارج اف 1.6 ملتوبلاي 2.6 او لا امدين كيو اقسم باللما هكمل القرآية كيو يبقى كرومبا كيوير اقوال ان بي اه بس اعطي بالك رابق لي الاول I нb. كيوير كيميمة كويتش ان كيوير كيميمة كويتش Aquaman 18 1.2 Adv family فور ملتوبلاي 10 باور نيجاتيب فور. خلاص الاريا اهي? ملتوبلاي 2 ما تنساهاش. تجيب الان تطلع الان بكام اعتقد خمسمية يعني. ماشي. اللي بعض. يلا رجال. بس تجراف حبيت قوي يعني. عايزت عاوض في القرونة عاوض الين في ايكوال ايه? become n delta по hyaram withdrawal tim. خلاص فيه ناس بتحب تعاوض البيت ايه اللي بتعاوض البيت القصررة انت تعاولي وانا بتعايض عادي مع احر يعني. بهذا كان يعني. وبعدين يا به يا جيودي الöltit호 النهائي كامل القائ أعادي مجهور اتجوذ طايم حاج97. في مجندك فلاكس يعني اريد دلتا فايلتا كلها لبعض, اضع دلتا فايلتا كأنها عنون واحد يعني كأنني اضع ده كله جميعا X على الالة فتطلع بكم 0.3 على 30 يبقى كأنها 0.01 دي اللي جابه 12 بيقولك 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2 في مدير في 2. 8.5 x 10. within وده time. عايز اليمف. مش اليمف equal. n delta phi على delta t. اه. اعوض يلا كوتش. ال n بكما يمعلم? ال n ب200. يعني 8.5 x 10. 2.5 x 10. على time. حط يا معلم الكلام ده على الا. مش لازم المسألة سهلان. خلاص? حط كل الكلام ده على الا. خلاص? انا اقول احسابها بس. تطلع لك الايجابة. احسابها انت على القلم. تطلع اليمف سهل. وبعد ذلك. in the direction of the induced current in the upper face. عايز ال induced current. طب يلا. ده المجند بيقرب صح? بيقرب ببعيده. يعمل له ال repulsion. اني يعني ايه. اني يعني ايه. اني يعني دوت. اني يعني اكس. اني يعني دوت. واني يعني اكس. اني يعني دوت. 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 اني يعني خارج. اهو. اني يعني دوت. الى بعد. السؤال 13. نقطع دائما ، نقطع محسن من نفسه ، في صفحات محسن من الوقت ، محسن من تكلمات ، في صفحات محسن ، ، يا اخوذي صحاب ماما فى يتعاملها الطبيبلاي 2 ماشى فى ينفسها بكام انا لم يالفى فى فكاخها فى هى صح صح ايباء اذا 100 فى همان ايی بجيبه فى وعوض بالتركمة اوالفى على طول ماشى يبقى قادل 100 الاريا بكام البي بكام البي بزيرو بوينتتو البي بزيرو بوينتتو عشان ريفرسد عالتايم اللي هو بكامي عبدالله بزيرو بوينتتو برضو المسألة ما فيهاش اي حاجه حطها عاله وطلع الاجابه تعود مباشر ماشي اللي بعدها A circular coil that consists of one turn one turn radius 22 سنتيمتر negative 2 blazed in magnetic field of dynasty if the plane of the coil was perpendicular يبقى الانجل ب90 يبقى الانجل ب90 ماشي magnetic field that is turned 90 دي كانت من الكلمات اللي مش بنعمل فيها مالطلعيتو خلاص يبقى البي تنزل عادية خلاص يلا عودي يا روحي يا رواني يا روحي رواني اللي في مصر الجديدة يلا يا روح الريدي اصدقى الريدي اصدقى الريدي اصدقى 22 مالطلع 22 مالطلع negative 2 خلاص ينسى يضع البراجت يا نوران يا نوران يرضى عليك ننسى نحط البراجت بس تطلع غلط على الالة ماشي البيب كام يبني البيب كام 0.05 0.25 0.25 بس خلاص خطها برضو على الالة هتطلع لك الايجابة سهلة انا مش عاملها انت المسألة اللي بعدها يقول لك خلاص نجيب الاريا بقى يبقى الاريا الانسى فوتس صح الانسى فوتس يعني 20 مالطلعي 10 20 مالطلعي 10 يبقى مالطلعي 10 باور نيكاتف 4 عشان صانتي وصانتي يعني 10 باور نيكاتف 2 يعني كلها 10 باور نيكاتف 4 ماشي لو كتبت لي على الالة كنتش يتعلق 0.02 امين يبقى دي الاريا ماشي يبقى الانجيل باور نيكاتف 4 المجرد The coil is turned within 0.2 ثاند حلو يعني لا يبقى الانجيل The inducing of 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 امين يدعي 0.4 عايز البي ماشي نعرف الانجيل اقوى الان في على تي اقوى الانجيل باور نفسها 0.4 الان بكمل اول الان بكمل اول ده ب 0.2 خلاص الاريا الاريا هي ب 0.02 ملتب لي البي بس استنى بقى ما جيبها دي على الالة يلا انا اعملها جماعة ماس كده في السريعة على الالة ماشي 0.4 ودي 0.2 هبا طلقت لي 0.04 خلاص اي جميلة ايه خلاص اي اللي بعضه يلا المسألة فيها ثلاث مطاليب يلا يا كوتش اقوى الانجيل 400 ترنيس الانجيل يبقى دي الاريا بس تحولها ملتبلايتين باور نيجاتيب فور عشان دي ايه سنتيميتر سكوير ايبقى الانجيل بنينتي خلاص اي اللي بقلك ماجنيتك فيل دي يبقى دي البي يعني الاريا والان الان والا والبي ماشي الانجيل بنيتك فيل لو تعالى نشوف ايه ايه يبقى الفي زي مهيه يبقى تعالى نعوض يلا الان بربعمية الاريا فوق ايه البي اهي بزيرو بوانددو صح؟ على الTIME الان بقى 0.01 دي حطها على الالة وطلق الاجاب ذاكويل يبقى ايه نفس الكلام ده هاخد نفس الكلام بالزبط بنفس الاركام لانه مديك نفس الTIME بس اعمل ايه؟ اعمل الفي ملتبلاي ايه جامعة ملتبلاي 2 بقى هنا ليه؟ لان اقول لك هو بدء بربنديك الارهاب يعني بدء من الوضع الطبيعي اللي احنا بناخد فيك الكلمات اللي احنا نحافظنه بس على 0.01 ماشي تطلع الاجابة اللي بعده ذاكويل قلتلك ماشي كلام جميل اللي بعده سؤال 17 يا كوتش بيقولك ايه؟ برضو في كذا مطلوب كده مالش يا هومورك مش طويل قوي متوسط كده هو تقريبا 11 سؤال هتلاقي فيها اغلب الاسئلة فيها مطلوبين ثلاثة يعني هتلاقيهم ايه شوية اسئلة مش كتير طب يلا ايه طبعا زمان دلوقتي يحيى يقولي دكتير قوي عبدالله يحيى تامر يا عبدالله يسطى اسد يلا اسد بس انت شاطر انا بحبك اقسم بالله انت مكتهد انت مكتهد و انا بحبك ما علينا تحدث ايه اسد انت مكتور اسد 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 يعني الكلمات هنا مش ماشي عليك الكلمات اللي هي هتضطر تشغل دماغك يلا يا روح بلسد بارلتو مجرد فلاكس يبقى البي ذن ذا افريجي ان يوزيم اي الكترموتف فورز ان ذا كويل اف ذا كويل تورند تو بيكم بربنديكلر طيب مش هو بارلل اه لف الحد ببربنديكلر يعني الفاي خوطت مرة واحدة وبالتالي هتعمل عادي جدا ال N 150 ال 5 بتتفك AB 75 P 0.65 انتظر وانتظر 0.02 بس حطها على الوقت طيب اللي بعدها لو انت متسرع ومتخلف هتقول لي خلصانة انفرتل حفظها اعمل فاول ملتو بلاي 2 يعني متخلف انت بتعمل فاول ملتو بلاي 2 في الكلمات دي لا هو بادئ من البربنديكالر بوزيشن لكن هنا هو بادئ من البرال البوزيشن لازم اشغل دماغي هو بارال صح او شغلبوا لي كده بارال شغلبوا لي بقى هبه هبه كده بارال يعني فاول بزيرو وفايتو بزيرو يبقى دلتا فاي بزيرو وفايتو بزيرو وهو بادئ من البرال اللي لازم تشغل دماغك ماشي اللي بعدها بيقول لك ايه ثري اوفور فور سايكل طب هو بادئ من البرال لف 3-4 سايكل ادرب وادرب وادئ كمان ربع فهتخبط من تحت يعني شعال ستنى من البرال ماشي ادرب وادرب وادئ كمان ربع فهتخبط ايام برضو مرة واحدة يبقى خلاص يبقى الرقم اللي طلع هنا هو هو الرقم اللي يطلع هنا نحسبها بسرعة الرقم ده هو هو الرقم ده لان هنا ايامي في خبط مرة واحدة وانا برضو خبط مرة واحدة ونفس الوقت بالزبط ما فيهاش اي حاجة خلاص يبقى 150 انا بحسبها بس يا جماعة 75.2 0.65 0.02 هتطلع لك 36.56 ودي برضو 36.56 زيها بالزبط انه خبط مرة واحدة الله ده لسه فيه مطالب تاني ماشي The coil made 1 complete cycle بزيرو مش هنفكر The coil made 1 complete cycle بزيرو The coil made 1 complete cycle بزيرو منش هنفكر منش هنفكر منش هنفكر بزيرو منش هنفكر بزيرو منش هنفكر بزيرو يلا يا قلبي سلام مع الفيزياء وحلوة The coil of intersectional area يبقى دي الارياء من ميتر مش هنحولها دي الارياء The number of thurness MASH RESISTANCE دي الار Connected with closed If the plane of the coil is perpendicular اهي يبقى لو فيه كل من الكلمات هشتغل بالله انا اعرف تمام هشتغل دماغي هشتغل دماغي هشتغل دماغي هشتغل دماغي 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 ثم The amount of electric charge عايز الكيو عايز الكيو اقسم بالله ما افكر كرونبا ما اتفكرش كرونبا بس لازم نكمل الاراية عشان نشوف اعمل البي والإيه دول اللي هم الفي ملتوبلايت او لا بصنج ثرو اكروسيكشن الارياء وين ريموفينج لا خلاص ومديك الوقت ومديك الوقت لن نعمل بيه حاجة اصلا اعوضي قلبي الكيو نحن نريد الريزيستنس ب 0.9 الان 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 البي البي الان البي الاريا الان 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 سمع دعة الانديوزي كوش اتغير امتى? اضع لقد اضعه هو انديوز كانت اتجاهه وقت قلبي كانت يعكس اتجاهه تغير. اتجاه الانديوز كان كان يتعد اتجاهها عندما تغير الفلاكس يزيد. اهب الانديوز في اتجاه إEntجاه العاكس を يزيد customization , فآستعام الاتجاه معين إنتجاه الزياد . وbright تزيد سوف يستطيع الاتجاه معين إنتغال الاتجاه language 6 supportsstorm commands إنتجاه هي إنتجاه جosta . ثانى! ينقول الأخرى اتجاه الـ induced current ت تتعاكس لما ال�になزمة تتغير يعني انه بدلا ما تزيد يوتقل وبدلا ما تقل يتزيد تعال نشوف الآن VICM أصلا oh! تزيد تزيد وتزيد يبقى هنا انه التي تغير redesign أليس من ذلك؟ بس في المثالة هذه الجانبية تقولت أنه في الفيزيكس لا يتعلم محق كل هذا لكنني في الفيزيكس لا يتعلم محقه الالجاب لا لا يتقل محقه الالجاب لها من ذلك فهنا محقه الالجاب هذا يعني لم يتعلم عدد 0 ليس اسم محقه الى الـ هذا هو Eunphi لذلك يقول لتشينج الفلوكس يلا متخلف ده جراف الفي مش ليه ماف فلما التجاه الـ أو لما التشينج الفلوكس تتغير التجاه الـ تتغير اوكي 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 ايبقى فين وفين بقى بي ودي مش اللي بعده مسائل نرجع تانية المسائل قد تلقي الوجه بقى شوية مسائل وصوية نظري شوية متزهقش يعني بشكلك عشان مت ايه متزهقش يلا بيقول لك ايه بيقول لك بيقول لك ملتبيلايتين الملتبيلايتين الخلصانة خلاص بقى اخد بالي بقى سببايتين ماشي الملتبيلايتين بي انجل تانية اوه خلصانة نكتب بقى قانون والتركة بتاعت الانجلين مف equal in. دلتا فاي على دلتا تي صح. الفاي نعمل بتركة الخامسة. اللي هي A B sin theta 1 minus sin theta 2. تعال بقى على هادي. نعوب دلون الاحمر. يبقى المف بتساوي. الان بكم؟ الان. الان بكم يبنى؟ يبقى الان بان. ماشي. الاريا بكم يبنى؟ الاريا تومل طبلاتين مورنة ثري ميترة مش انا حولها. الان. الان بكم يبنى؟ 0.1. multiply. sin theta 1. نفتح البركة انا حاجة. sin. بربن ديكلر في الاول هي بقى 6. minus sin theta 2. هو هيلف كم؟ 45. هو كان كم؟ 90. لفت 45. يبقى البقى كم؟ يعمل على الان. 90 minus 45. سبحانا انا اطلع 45 برضا. يبقى 45. نفتح الان. 0.25 بس. تجيب الامف بمنتهى البساطة. واريت يا جماعة الناس تكتب على الالة عدل. عشان انتخلوا في العقل. يكتبها لك هو على الالة. الناس يا جماعة تكتب على الالة عدل. وما تنسى البراكت. ملتبلا يفتح البراكت يا عبدالله. sin. IDc 1.90. وقد نقفلت البراكت. منس. اكتب sin. اكتب 45. اقفل البراكت بتاع الانجل. وبعدين اقفل البراكت الكبير خالص اللي انت عامله. على 0.25. طلعت لي بكام؟ 2.3.2.4. صح. اللي بعدها. بيقول لك ايه يا كوتش. بيقول لك. يبقى دي الارية. ستنى نعمل المختلف. يبقى دي الارية. ونحولها بالميتر كمان. which is placed perpendicular. بالانجل بمعندي. to uniform of flux density. بقى دي البي. so if the frame is rotated. برضو هيلف اخر. بس بقى انجل سيتا. الله. دي لف بقى انجل مش عارفينها. خلصانا. اكتب القانون بنفس القانون. هنكتبه ثاني. يلا. بس ان نعود فيها على طول. او خلاص مكتوب نعود فيها على طول. كمل بقى الى. ماشي. the average gmf is 4 millivolt. الناس لا تنساش تحول الميلي فولت اللي اعملت بلاي 10.5.3. هو عايز السيتا اللي هيلف بيها. عايز الانجل اللي هيلف بيها. ماشي. الامي في نفسها. 4 millivolt. 4 millivolt. الان. frame يبقى الان بان. a b. sin 61. انا نعود في نفس القانون الفوق اللي بالله صفر ده. ماشي. الان يبقى 0.02. الان بقى 0.1. افتح براكت. sin. theta 1. قال لك. اه يبقى theta 1. minus theta 2. كم عايزين نحصل. ايه في الراكت. على time. 0.25. shift solve. تجيب theta. تطلع لك. theta 1. كم عايزين نحصل. انا بدلع نفس يا جماعة. 30. غلط. هو مش عايز الانجل بقت بكام. هي theta 2. يبقى الانجل بقت ب30. هو مش عايز بكام. هو عايز هو لف كام. هي كانت كام. 90. بقت كام. 30. يبقى انت لفت 60. يبقى تختار 60 قلبي. هو عايز اللي يلف بيها. ماشي. ماشي. يا ربنا اخب بالنا يا رب. يلا. الله. يا سلام على الفيزياء وحلوتها بقى. تعال لها. يا سلام على الفيزياء وحلوتها بقى. تعال لها. حل المسألة دي يا فرحة. يا سلام على الفيزياء وحلوتها. تعال لها يا فرحة. يلا. طبعا يا جمال ما عندش غير فرحة واحدة يا فرحة يا فرحة. اكيد اعرف نفسها هنا. The opposite figure shows a selenoid. that carries an electric current where its sibling adjusted to metallic ring. such that. ركز معايا. such that the axis of the coil perpendicular to the face A. اللي نحيتنا. نحن بصين من هنا يا جماعة. نحن بصين من هنا. ماشي. So. To let. نركز معايا. Uninduced current. or electric current induced in the ring. anti-clockwise direction. يبقى فيه induced current. بس بيبشي ايه. anti-clockwise. يعني ما هي الساعة والاكس الساعة. عكس الساعة. عكس الساعة. ال induced current ماشي كده. ايو هذا الاي. ماشي. when the ring is viewed from face B. يا طرى اعمل ايه. علشان induced current يقفل اتجاه ده. طيب. عبدالله. مش هو بص انا فكرت زي اسطح عشان تفكر زي. ولا. يا متخلف. انا مش بعمل كده عشان بشرح لك. انا بعمل كده عشان بعلمك تفكر. انت بتفكر زي بالذات. بتحلي زي بالذات. فكر زي. انا بحط نفس مكانك وحل. فانا مش بشرحك عشان بشرح. لا. عشان انت بتفكر زي. بعلمك تفكر. فكر معي. تعالى. خط على فهمك. بص. مش هو مدين يا كوتش. current اصلا ماشي في السلينويد او او. هو ماشي ماشي ماشي. حب اكتفى. صح. نازل لتحت. ده كده الكرنط بتاع السلينويد نفسه. اهو. ماشي. هاتلي الان والاكل اللي انت تعرفت جيب. هاتلي الان والاس بتاع السلينويد. لا العادية خالص. يلا. وش ادعي صفحة. دول ال اي. دول ال اي. ال اي لتحت. يبقى دول الان. باللسوى دول الاس هاي. امين. طيب. بما ان. ال ال اندوز current في ال رنج بيلف كده. زي ما هو اي انت. طيب. مش ال اندوز current في ال رنج ممكن نجيب مجنيت الكفر بتاعته. اه. معايا ال اي. مش ال اي بتلف كده. يبقى ده بي. فاكر معه ده اي. وده ال بي. خارج يعني . يعني titled مختلف و ماجمتية كفيل خارج مشى بالفيدي المجم billion يبقى كويل عامل ايه؟ ان والسليود عامل ايه؟ ان يعني بيقربوا يعني الاكشن ده بيقربوا او بيبعدوا؟ بيبعدوا يبقى هو اصلا كان بيقرب او يا ابن اللعيبة لا قد احنا نقول ثاني اقسم بلا نقول ثاني لان لسا الحل مخلص ثاني جبنا التجاه الكارنت بتاع السليود لانالتحت فالن بتاع السليود هي والن بتاعت الكويل او المعنيتك بتاع الكويل طالها من هنا دي دوت يعني ان دين او دين او يعني بيقربوا او بيبعدوا؟ بيبعدوا او 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 يعني صحيح الرينج دي كانت بتقرب يا جماعة يعني ما ان تقرب بقيد فعيل تزيد مش الرينج بتقرب معني كده ان الـforel اصلي ان تزيد ركز معي هو هنا عايز الفعل مش رد الفعل يعني ايه ؟ يعني يا جماعة في فعل وفي رد فعل رد الفعل ان الـ induced current فلقك ده هو عادي الفعل الـ أصل مش ده كده تاني مش ده كده الن ون اه بيبعده اه يبقى اصلي كان بيقرب كان يقرب يعني الفلاكس كانت تزيد الفلاكس كانت تزيد تعال بقى نشوف عشان الفلاكس تزيد بس يطرق عشان الفلاكس تزيد يقل؟ لا طبعا لان اعرف من شابتر انه لما الفايت تزيد الفايت A B فالبي جوه I مش الفادي A B مش البي بقى اي قانون بجوه I فعشان لما الفايت A تزيد فنعز الفايت تزيد يبقى لازم I A تزيد بس اوه يابا خلاص يا جماعة اول تاني اول تاني جماعة ان شاء الله ما فيش مشكلة اول تاني جماعة ان شاء الله لا تمنع عبدالله ينفع تفهم تتريك تانية ينفع تفهم تتريك تانية بس في الاسم المجمع الوجودة الوجودة وهو الوجودة الوجودة الوجودات خائدة طالبه عكس بعض السلين يوجود والجود انتهى هذا هو يقلل ويقلل كامل ايه ؟ كما تزيد تتدريج التدريجي. ماشي. كلام نعمل. طيب ايه اللي بعده? يلا. بيقول لك ايه دي مسألة عادية? تعال نحل لك ده في السريع. بيقول لك زي ابوزت مش عارف من تلك سكوير فريم يبقى لين بواند. يبقى بقى سرع شوية. وميديك الصويد لينز وده مربع يبقى انت لازم تجيب الاريا. طبعا يا جماعة هم عارفين الاريا بتاع المربع على السعاد لينز وده. طبعا السعاد لينز وده مربع. سكوير. خلاص? تطلع لك الاريا بزيرو بواند زيرو فور. ماشي. بلايز بربندكلر يبقى الانجل بتاعتنا نينتي. ماشي. تونيو فرمويتك فيلد وفلاكس نيست يبقى دي البي. وين ذا فريم روتيتس داريكشن ذات شون انزا في فيجر. ماشي مش مهم. تونيو فرمويتك فيلد. يبقى الانجل كانت بزيرو. ماشي. عادي. يعني يخلي بالك عشان هو يوزي داريكشن بعد شوية. يعني الفلاكس كاب بتغبط صح؟ اه. ما بقتش بتغبط. يعني الفاي زادت او قلت. كأنه بيقولك جيفن من الفاي. كأنه بيقولك جيفن من الفاي. ليه؟ مش هي كاب بتغبط او ما بقتش بتغبط. يبقى الفاي ايه؟ قلت. ومديك الوقت كمان. عايز الامف وعايز الانجل. طيب تعال نجيب الاول الامف. مش عارف يا جماعين الامف equal. ان دلتا فايل داتي. او تعال نعودها بطول. ماشي؟ يلا. نمسح بس للكلام ده. هنعودها بطول يا جماعين. يلا. الان في كم يبني؟ في الان 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 في ال قال لك ان كان بربي نديكلر بقى القادم قالت التقل بتقل لاشي صحه بتقل لاشيها هي اصلا الائكس صحه ها نعمل الائكس الائكس دعوه ان تمر هذه الغابagne يعني من اين تصيب العثوري المام من الائيف اسم ليس من الائيف الائيف يبقى اذن التوائس الائيف السي التوائس الائيف وكما يأتي يقول لك إذا لديك كويل في المنظر يدخل في الفلكس و يخرج من الفلكس عايز أنهي مختلفة في هذه الإشتراف نحن نعم بالمنطقة لأنه هو كويل أسم برا صح؟ لا وهو يدخل سنة سنة الفلكس يزيد فهو داخل الفلكس يزيد يتزيد يعمل عكسها فهي BM فكرا انه يزيد يفكر انه ليف كده واشوه داخل Flax بتزيد ماذا يقوم بعمل عكسها X اقوم بعمل دوت ويلف كده و هو خارج من ناحية تانية وهو خارج Flax بتقل وتقل اللي بعمل زيها هي X صحة اوقي اردونه X فهي هو خارج ماذا يروح بعمل X الآن يروح بعمل X وتلف كده يبقى هنا لعمل دوت ويلف كده هنا لعمل X ويلف كده يبقى اذا انه يتغير انه اتجاهه يبقى اذا هو اليوم من الأ Been to find the Cluck wise & Anti Cluck wise والله اينا نصبحت أخره وهو يتبع لفلكس يزيد ويجب أن تزيد عاكسها ويجب أن تكتب الطين على عكس الفلكس يجب أن تلك عاكس الساعة وبعدين اسمه الداف فكرة الفلكس يجب أن تقوم بذلك الفلكس يجب اللغة حيث يطيع للفلكس ويجب أن يجب أن تكتبه مع الساعة يجب أن تكتب الطين على التحصيك ويجب أن تكون تحصيص د ثلاثة Państwo أتضل السؤال 25 انيك تقول لإيزال هل انت عندك كم ييم في نفس المسألة والتي هاتنين البطاري 보여드�ى البطاري youtube اليميف بتاع الباتر العادية واليميف انديوزد نحسب الأول اليميف انديوزد اليميف انديوزد نتجد ال change in flux ن دلتا فالة TN هو قال لك قل لك كويل ماشي يوم ما جابش زيرة ال N بقى ال N ب 1 خلاص A B sin Theta الريا بكام 10 10 10 4 فتطلع لك الريا ب 0.01 الريا بكام 0.01 الريا ب 150 ال time 1 second فتطلع لك اليميف انديوزد لاحظة طلعت اليميف انديوزدد 1.5 حسنا الآن اعيز uh A A ي탕بوة الفكرة الفكرة أديهeni ب wheel 2 六 سأ Dios Can Loser وبالنسل حسب الوضع كيف يتم تحديد البطري؟ كيف يتم تحديد البطري؟ من البسطة حلو باللون الزب نحن نجد التجاه الـ نجد التجاه الـ فالفلكس يجب أن تقل لو أقل لك خيال بيك بيك هذا سألتح بك داخل ولف أهو وصله لحد البطري بالراحة عكسه يجب أن تكون بلسهم والمينسهم يجب أن يكون بإنسهم يجب أن يكون منس الف البطري بخمسة تطلع لك 0.35 أمبر خلصانا السؤال اللي بعده بيقول لك ايه a circular coil of radius 1 cm تعال نجيب الاريب على جنب كده by r square by multiply 1 cm سنحويل 1 multiply 10 بورى negative 2 square حوالين البركت تعال نشوف الاريب تطلع بكام by multiply by r square طلقت لي الاريب by 3.14 multiply 10 bar negative 4 ماشي نكمل عبدالله 100 ترنسيب n by 100 placed inside the selenoid of a a يعني ده كدش circular coil محطوط جوه selenoid ودي الان بتاعة السلenoid يبقى ده الان بتاعة الكويل اوبا ده الموضوع هيكبر بقى لا ده احنا نطلع given على الهادي يبقى given اللي بالاحمر ده جماعته given coil ماشي؟ طبعا كده اشبط عالكلام التخلف ده ماشي ده كده given coil على جنبه given coil ماشي يلا السلenoid inside the selenoid the selenoid 2100 per meter يبقى the length of the selenoid 1 meter if the current in the selenoid is decreased with constant rate from 1.5 to zero يبقى الاول في السلenoid 1.5 1.5 يعني مفروض 1.5 0.05 second 0.05 second the induced the induced the induced emf in the coil انا عايز الemf induced في الكويل ركز معا الله يرضى عليك انا عايز الemf induced في الكويل الراحة in فك الفاي اشهر فكة a b صح؟ ركز معايا ماشي ركز معا الله يرضى عليك ماش الي انا عايزي الMID بتاعت مين 시간 الCoy ايبقى اللうN dea بتاعت مين coyl موالا و determine coyl الBd بتاعت مين اللى بتؤسر على coyl الي Eprica Stone ومين من السللenoid خالصه انا ا McNa انا هتطره اعمل احسب Bd اسم النسب نفس اللون علا الBd equal احدقى لأن الميوة حافظنا 4 by x 2 bar negative 7 الان 2,100 الان الان 1.5 الان تعال نحسب البي بتاع السلينويد عشان نعود بيها يلا الميوة اهي 4 by x 2 bar negative 7 الان الان 2,100 الان طلعت البي بتاع السلينويد تعال نعود باللون الورنج في القانون نفسه البي بتاع السلينويد نكتبها في الاخر كده هنا 3.96 هي 3.958 3.96 multiply 10 bar negative 3 طيب والتايم سهله اهي 0.05 طبعنا التالي ما بيتغارش ماشي الان بتاع الكويل كام الان بتاع الكويل بمية الان بتاع الكويل اهي مية طب و الاريا بتاع الكويل الاريا بتاع الكويل اهي 3.14 ما فيش مكان يعني بس المفروض هنا 3.14 multiply 10 bar negative 4 بس حطاها بقى على القالة هي الفكرة كلها جماعة انك تجي من البي بتاع السلينويد وتعوب بس خلاص يبقى انا بحسبها يا جماعة دي بي بتاع السلينويد كتبتها والان كتبتها والاريا كتبتها و حمد الله و حمد الله ع السلامة اهي 2.49 ملتبولاتي مالتبولاتي مالتبولاتي في ايه؟ 3 كلام جميل جدا اللي بعده يقول لك اي امعلم يقول لك يبدل N1 يبدل N ده الradius 0-12 متر يجب الarea بسرعة بيقر سكوير ماشي يبدل B افزأ أغير الarea بقيت بالرقم ده يبقى ده الريا 1 وده الريا 2 وده الريا 2 وده الريا 2 التركة 3 أو 4 مش فاكر فك الريا 1 منس الريا 2 في الريا 2 عوض يا كوتش الريا 1 الريا الاولى عنها بي في الريديس سكوير طلقت لي بي 0.0452 يبقى اذا الريا الاولى الاولى فتح البراكت 0.0452 الريا الثانية 3 3 مالتوبلاي 10 يبقى ده الريا الاولى في الريا 0.15 الريا 0.2 بس حطها على الاولى وتطلع وتطلع كام 3 والناس يبقى تكتب على الاولى عشان ما شوف تخلوا في الريا في الكتابة الاولى 0.0452 بصوا يا جماعة 0.03167 بصوا يا جماعة بصوا يا جماعة مالتوبلاي 2 وشوف تقوم بصوا يا جماعة الريا ومالتوبلاي 10 ومالتوبلاي 10 بصوا يا جماعة الريا الريا هذه الريا 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 بي 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 0.2 عالتايم اللي هو كان بعدايم فاني الطايم يا اهو 1.4 يا معا خلاص دي سعال حسب انت حطها على الاقل ماشي اللي بعد بيقول لك يا معا انا شكل في الاشكال دي يطلع induced current بص يا معا عشان ما فيه induced current لازم يكون فيه changing flux يعني الفلقس يزيد وتقل يعني لازم الكل ساعدتك يلف او يتحرك بيحس ان الفلقس يحصل فيها ايه اي تغير طيب هنا يا جماعة الكويل اهو زي ما انت شايف كده بيلف كده كده هنا الانجل بنوانك صح؟ وهو بيلف كده حصل اي تغير في الفلقس زي اتقلت الانجل اتغيرت لا ده نفس الفكرة الفلقس نازلة كده والكويل بيلف حواليها كده اهو هو كويل كأن الفلقس اهي والكويل بيلف كده فبرضو الانجل ثابت ومفيش اي تغير ولا زادت ولا قلت هنا برضو نفس الكلام اوكي هنا برضو نفس الكلام ليه؟ لان ده يا جماعة الخطوط نازلة كده والكويل بتاع ساعدتك بيتحرك ازاي بيلف كده اهو كده ديريكشن وفروتيشن لكن هنا يا جماعة الفلقس داخلك جبه صفحة والكويل بتاع ساعدتك الفلقس داخلك كده والكويل او الاريا بتتشعل بكده بص التجاهسها بتاع دوران تشعل بكده اوكي كده وبالتالي هذه الحاجة الوحدة اللي فيها تشينج الفلقس عن الشويس ايه؟ ماشي اللي بعده عندك جراف ok ايه في اول سنيتين لن أعلم عدد المف في أول سنة 2 لا نعرف ان المف هو نف على تي نف على تي نف 200 في اول سنة 2 مقام يا جماعة تنسيييييي او انت تحل اول نغاتف هاي ايه انت تحل اتناق نسبة جراف تكون نغاتف حيدي نجاتف 200 في اول سنة 2 كانت 0 بقيت 6 طب دلتا t الوقت كان 0 بقى 2 حطها على الآلة تطلع تطلع نيجاتف 600 بالنيجاتف عادية جماعة لازم تحط نيجاتف الثانية الثالثة ثانية الثالثة فين الثانية الثالثة الثانية الثالثة الثانية الثالثة الثانية الثالثة الثانية الثالثة هل هنا تحط نيجاتف لا لا لم تحصل نيجاتف 0 كمل عايز الراجل سؤال 31 عايز لسؤال المطلوء المطلوبة المطلوبة ثانية MJ اب 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 ادرع نرتاب crazy كونه او نق business status طبعا النيجاتيب N علشان نجراف دلتا فايلة T الفايل بتتفكي B على T يعني ما عمش ده نفس الكويل او نفس الكويل يا عبدالله معنى كده ان ال N ثابتة والنيجاتيب ثابتة فهتطير والأريا ثابتة فهتطير فهضلك من في المسألة ال B على T لان النيجراف ده B و T طب يلا يبقى كأني اقول ايه طبعا ال B direct فانا اقول ال B اقول ايه لا تعالي نحسبها عادي يعني ايه اقول هنا ال B على T بتوع A B وهنا ال B على T بتوع C D يلا نحل اعود يا معالدك يلا من A B فين A B تعال اخلي بلاك يا دلتا كل ده يا جماعة change من A B هنا كانت بكام بستة مينوس بقت بكام بففتين طب ال time كان بزيرو بقت time بسكس يبقى كده ال B على T بتوع ال stage الاولى اللي هي A B طبعا نحن نبقى مجددك على ال time بالنسبه ال interval اللي هي C D معايب C D طبعا نضعهم على الآلة فمنها جماعة نضع الآلة عدل 6-15 على 0-6 نستعمل ونستعمل عدل 15-0 على 10-14 وطلقت لي 2 على 5 2 على 5 منتاز السؤال ونستعمل عدل المعادل اليمف عدد بجانب بجانب لا يكون 0 يقول لك يقولون يحفظ انه نقوم بجانب المعادل من ونستعمل والمعادل يعتبر وهي الامف نفسها مزيزة بين ترميزات الثواني الثواني يعني عقرب الثواني 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 due to being exposed to perpendicular if you know the change in intercepted لا مهم نرى بالروح if you know the change in area the change in area that intercepted the magnetic flux due to the rotation of the second hand one complete revolution one complete revolution يعني عقرب الثواني الف لفة كاملة بعمل كام ثانية 60 ثانية الجملة دي معناها ان ال time is 60 seconds ودي الarea عايز ال b طيب مش نعرف جماعا ان الامف equal n phi على t والفي بتفكي ab على t الان 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 نفسها عندك فوق 5.5 multiply 10 power negative 3 الان هو قال لك 1 ال time 60 ثانية عشان لفة واحدة والاريا 11 على 14 و ال b اعزنا خلاص اعملها لك بسرعة المهم يا جماعة انك لازم بس السؤال ده تترجمه كويس بس مش اكتر وتخلي بالك من ايه؟ من الكلام في المسألة يعني ما تحلش وخلاص الان طلعت على كوتش 0.42 ماشي طب يلا هنا هنا الراجل عايز ينفع الان وعايز الان طب يلا يا ابا بيقول لك ايه؟ المجنيتك فلوكس بنترات بربنتك للي the plane of the metallic ring ring يبقى الان بوان يا شباب ماشي المجنيتك فلوكس بان بوان with time according to the graphical relation between مش عارف ايه ماشي then the value of induced emf in the ring لما الان بوان during the value ab يبقى عايز المف في ab خلاص emf equal n phi على t الان بوان الفي عبارة عن ab على t طيب تعال بقى نشوف الarea كان بكم ايه فوق ايه 45 multiply 10 power negative 4 ال b عاد t بقى طب تعال مش عايز من ال b او ايه 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 و ادي b هنا الفلاكس دينيستي كان بكم طبعا يا جماعة ال b لازم تفتح بركتها كان بزيرو بقت بكم بزيرو بوانت زيرو ايت انا بحب اعود بالراحة time كان بكم بزيرو بقى بكام بزيرو بوانت وان بقى هاتل لمف يا عبدالله طبعا ايه طبعا انا بشرح بالراحة خالص اهو وما بشرح بسرعة ولا اي حاجة ليه عشان الناس عاملت تقول لي عبدالله بشرح بسرعة وانت سريع مش عارف ايه والكلام ده وان اصلا راجل بشرح بالراحة خالص ثلاثة 3.6 ملتولاتين من قبل ايه ثلاثة 3 لا 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 ثلاثة دي بس بعد كده عايز ايبقى and the direction of induced current in the ring during cd خلو لك ايه خلو لك ايه من ثلاثة دي خلو لك من ثلاثة دي خلاص يا جماعة خلاص بتقل اللي يعمل ايه زيها فبكده يلف ايه clockwise choice c choice c يا جماعة اللي بعدها 64 بيقول لك عندي ماجنت الماجنت داخل جوه السيلينويد وبعدين بيطلع من الناحية التانية والمنطق جماعة مش هنا بيقرب اه فبيقرب عايزه يبعد لان ده ماجنت عايزه يبعد اس وبعدين والماجنت بقى يا جماعة خارج من الناحية التانية او الماجنت خارج من الناحية التانية يعني ان دي اس فهو خارج منه او دي اس عاد بس الملادين بيقعد لانه بي اضل تحت وهو بيقعد يعاني عايزه يقرب يعني عمله ماجنة عشان يرى ن سلو حności ماجنة الان Prec. يعني البولز اتعكست ثاني وانا بقارب يا جماعة بقارب دي اس اتعقanes داي mechanism طب انا بقعد اني favorite ايضل تانية وأنا ببعد لتحت كده ي بعيد عايزو يقرب DX ويقرب ايه اس وفوق ن هل البولز و انا بقرب؟ الهاب اصحاب الان يتعاكس و انه كان وجود الاندوس الكارنت مع كوس طب عبدالله ليه في النص في حتى بزيله ليه يا جماعة؟ لانه انا جمع الشوار يوجد في دواب السلينويد هنا لا يوجد ان يوجد خلال فلس و انا بقرب فالفلس يتزيد واي اصحاب الفلس يتقل و انا بقرب فعل فلس كلها تقبل يعني انا داخل السلينويد يوجد ميت خط يغبطه الفلاكس كلها بتغبط ان نزلت تحت سنة بس ان نزلت تحت سنة طب ان نفس الميت خط يغبطه فما يوجد ميت خط يغبطه فلاكس الثابتة فالي ميت في الاندوز بزيره بس سوانا داخلها في المنطقة اللي انا داخلها كلام جميل نفس الفكرة بالزبط المجمد هيدخل ويخرج من ناحية تانية فالاندوز كانت تحصل رجالة سيتعاكس وفي بينهم حتى بزيره ويبقى choice D وانا جوه الكون نفسه ماشي تعال ايب الراحة اهو يقول لك ايه اتجاه الاندوز باقر في ال 2 بالمنطقة بالراحة انا عشان نجيب الاندوز باقر نجيب الفلاكس اللي بتؤثر على الكويل تعال اول الفلاكس اللي بتؤثر على الكويل دا جيله من الوائر يبقى الفلاكس اللي بتؤثر على الكويل اكسات وده برضو اكسات لكن هذه الاصفة يبقى current يمشي كده طيب يبقى ده يمشي ايه clock wise يبقى clock عشان يسألني عليه طيب ده بقى هنا flux بتغمط x بس هنا كل جماعة بيتحرك parallel to wire يبقى هل بيبعد من flux لا طيب بيقرب flux بزيد برضه هو بيتحرك parallel to wire يعني فيه change flux لا طبعا يبقى اذا ال induced current بزيرو يبقى الاولين click wise والتاني zero يعني choice D ايه اشتر اللي بعده بيقول لك ايه بيقول لك في الفجر الاولاني كان يطلع IMF عندي coil والمجمد بيقرب منه هو يطلع IMF في الفجر التاني يطلع IMF لا خلي بالك اللي فيه حركة بس هل جماعة تحركه في نفس الاتجاه بنفس السرعة وبالتالي ما فيه change flux ما فيه change flux يعني zero ايه اللي بعده ماشي ايه ما اللهم ما صلي عنا بي كل دي مسألة يلا جماعة نرى السؤال نرى السؤال ثلاث ساعات يلا بيقول لك ايه بيقول لك بيقول لك افهمها عن الفيزياء وحلوتها يلا يقلبي بيقول لك بيقول لك او السيلينويد يعني دي الار ذا السيلينويد is connected to a galvanometer السيوم تصل بايه؟ بgalvanometer resistance ب8.5 طب عبدالله هو انا بشتغل بقني resistance resistance الا resistance الا resistance سيلينويد ولا resistance السيركت يعني الكويل او ال galvanometer ولا كلا هما كلا هما ثاني انا بشتغل ب resistance الا ال galvanometer ولا السيركت يعني ال الار يعني الار اللي انا اعمل بها بـ 1.5 و 8.5 لا ولا بـ بـ بلسهم والله يعني الـ resistance بتاعتي بـ 10 عشان لما احل مجموعهم يا جماعة 10 أعدي كل كلام ده جميل يعني with uniform velocity So an average induced current الـ current اللي طلع 40 mA 40 mA يبقى الـ i بـ 40 و هنحولها ملتبولة 2 بـ 3 عشان هذه ملي امبير is generated in the sylenoid within 1 second يعني time by 1 second وعند الـ n فوق و الـ area فوق طب عايز مني يكمل when the part of the magnet is changed غيرنا المجنط يا كوتش by another one يعني فيه مجنط تن اسمه i غيرنا المجنط خالص and moved with the same velocity نفس السرعة the same distance نفس المسافة in the same direction الله نفس الاتجاه كل حاجة هي هي بس الـ current تتغير لان المجنط تتغير ومش المجنط تتغير فالـ current تتغير بـ 30 multiply 10 power negative 3 يبقى دي i1 دي i1 دي i1 يعني طب قول i2 30 multiply 10 power negative 3 within 1 second برضى time كمان هو هو the difference the a the a the a the a the a مش عايز max flux dynasty the difference between the magnitudes of the change of the magnetic flux dynasty في first case وفي second case يعني ايه؟ يعني هو عايز المجنط تكفيل دي الاولى البي الاولى وعايز المجنط التانية البي التانية وتمينصهم يا قلبي يعني هو عايز المجنط بتاعهم طب خلاص يبني احل مسألة مرتين مرة مجنط اكس ومرة مجنط واي يلا emf equal n phi على t n phi ادي القانون اللي هنعوض فيه على t طيب المف دي مع ir صح؟ اه الاي الاولى بكم ما احنا نشتغل مع مسألتين بقى جماعة الاي الاولى 40 multiplied by negative 3 المف يا جماعة ir ها؟ متنساش i induced by r الاي induced by 40 multiplied by negative 3 resistance circuit كلها بكم كم؟ 10 n 20 5 a b 4 multiple 2 البي احنا عايزينها time 1 shift solve b وبعدين بنفس القانون تاني الاي التانية بكم؟ 30 multiplied by negative 3 resistance 10 n 20 البي احنا كل حاجة هي يا جماعة الراجل ما غيرش اي حاجة غير b البي في كس 2 وعلى time 1 تعالي بقى نجيب البي تانية بقى دي بي 1 و دي بي 2 يلا على الايلة احلها معكا 40 multiplied by 2 power negative 3 ماشي multiply 10 وتحت انا بعملها مسأل جماعة مش ماشي مش تطلع نص هنا تطلع كم؟ هنا تطلع zero point three seven five تسلا خلوا سواجز دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي احنا بتاعهم خلوا اسمي نص ونصهم من بعض طلعت zero point one two five تسلا الله ينور عليك كلام لذيذ اللي بعده الراجل بيقول لك يا معلم الراجل بيقول لك عندك المنظر اللي قدام سيئتك ده كوي المقطوعة شكرا اطعناهم طالب يا جماعة بالمنطقة طالب يا جماعة بالمنطقة طالب يا جماعة فيه current لا مفيش current بس فيه emif induced لان emif induced لان emif induced قنونها n phi على t ففيه n اه في phi اه في change flux في delta t اه في كل حاجة يبقى في emif induced ولو ما فيش في emif induced لان السلك مقطوعة يعني كن مثلا بيبع عندك بتاري في شابتر 1 عندك بتاري و key opened جنبها لا مفيش في بي بس فيه current لا وبالتالي يا جماعة هنا في emif induced بس مفيش current خلاص طيب هو بيسألك عليه بقى when the magnet approaches the ring عايز ايه استنى which of the following choices shows the resulted force between the magnet مش عارف ايه attraction او repulsion يعني يا جماعة طبعا يا جماعة بالمنطقة هو السلك مقطوعة attraction لو انت عارف او لو انت فاكر ان attraction بيطلعوا اصلا بسبب ايه بسبب induced current يعني لو induced current يا جماعة هو اللي بيعكس changing flux صح اه طب وهنا اصلا فيه induced current هو فيه مف بس في induced current مفيش current يبقى اذا لا يبقى اذا no force between them مفيش ولا attraction ولا repulsion خالص يبقى ايه ماشى السؤال اللي بعده بيقولك يا كوتش بيقولك ايه محل rectangular coil off length يبقى ايه ويبقى ايه ويبقى ايه 20 و 10 و 25 turn يبقى ايه if the coil is moved till it's hub half it's area becomes inside the uniform ويبقى ايه ويبقى ايه اوكا وبعدين بيقولك المف induced 0.4 عايز time طب مش هنعرف name is equal negative n delta 5 او فوقك من negative يالله عبد الله اللي يبقى في نفسها 0.4 ال n 25 ال 5 عن فكها ab ال b عندك 0.16 الarea لو انت متسرع ومتخلف هتاخد الarea 20 غلط لانه مدخلش الarea كلها جولة يا جماعة انا باخد انهية اي اريا انا باخد الarea اللي تعرضت لل change and flux وسأخد الarea اللي تعرضت لش change and flux الarea اللي تعرضت لا لانهي لنصها يعني ما اخدش 20 في 10 اخد 10 في 10 مع الاري اللي اتعارضش الى فلاكسية معها دي بص الى حتى دي كده اللي هي 10 مدخل النص بتاع اس 10 في ايه؟ في 10 يبقى از ان الاري بتاعت سيادتك هتعبرها كده 10 في 10 10 power negative 4 عشان سنتيمتر سكوار او سنتيمتر و سنتيمتر فتقال لك 0.01 يبقى الاري اللي اتعب بيه هنا 0.01 1 shift solve تجيب لي الTIME يطلع لك الTIME بكمية قلبي يرى انحل حلالك على الهوة جماعة ماشي طلعت لي 0.01 second يالله السؤالين لبعض بيقول لك ايه؟ بيقول لك bar magnetic ring metallic ring metallic ring تقلل على مجموعة الريق تقلل على مجموعة الريق تقلل على مجموعة الريق 0.4 سادي ماذا تقلل على مجموعة الريق delta phi 1 ما هي يا ابني؟ time بكمية يا عبدالله 0.4 في حالة phi طبعا انا لا احلها صباح الفل ثم 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 يقول لك يا ترى تتحرك كيف تتحرك كيف تتحرك اول شيء يا جماعة لكي اي حاجة في الحوار الريقشن يجب أن يكون الفلوكس اللي بتأثر على الكويل ويجب ان يكون من الوائر ويجب ان يكون داخلها اكسات رسم اكسات كثير ماشي الاندوزد كرانت يعمل اكس ولا دوت الاندوزد كرانت أعمل قليلا اعلمها وكلمة اعلمها اعملها عاملها تأكد عكسها تزيد الاندوزد يجب ان لازم تزيد ازيد اي طريقة اقرب الوائر يعني اعمل اي حاجة المهم الفلوكس تزيد ان تطعيش stronger اي موزد الرينج اقرب الرينج اقرب الرينج لانا عندما تقرب من الوائر الفلوكس اللي هتضيفتها يزيد صح؟ اه الفلوكس تطلع من الوائر فإنما قرب من الوائر فهي تزيد فاني يقوم بعمل عكسها ساعتها لان عندما أبعد الوائر فالفلكس ستقل واني يريد تزيد Decrease the current intensity. لا. Increase the current intensity in the wire. والله برضو صح. يعني هما الاثنين صح. إيه ودين. ليه؟ لأن moving the ring towards the wire كده الفلكس بتزيد. طيب. Increasing the current intimacy برضو صح. لأنه عندما تزيد الماثنين تزيد الماثنين برضو عكسها. فإذن الـ choice A و choice D. طيب سؤال 44 اللي بعده. نكز مع الله يوضع لك اش يزال 44 في فكرة. يلا. يقول لك ايه؟ Uninduced magnetic field generated due to the flow of the induced current في الرنج دي. بركز مع الله يرضى عليك. دلوقتي انت عندك ايه؟ سلينويد. وعندك كويل. ال induced current في الكويل. فبيطلع الماثنين تزيد الماثنين كما يقول لك بالزبط. ماشي عايز مني ايه بقى. عايزك تحل بالهداوة. البون واللدين تزيد السالة. يلا ساذب figuring that. سلي على النبيantically و السلام. د الوقت يا كوشолов, ليس الماثنين الليوب دير. ابت الذي خرج من هنا ودخل هنا.. ليس الماثنين اللي feal 2 و داخلنا ام او تفيل. بطنت الى ماثنين اللي بطنت.... حسنين اللي جنويد من دوتONU prDS��迎 قIK. ماثنين اللي جنويد تمعتني بعتاقة السلي نويد. الـ current ماشي يطلع لفوق اهو الـ N و الـ S بتوعص الـ S الـ N و الـ S الـ S يعني بيعمل attraction ولا repulsion بيعمل attraction يعني بيزود الفلكس يبقى هي اصلا كان بتقل بتقل يبقى انا عايز اي choice يخلي الفلكس تقل اي choice يخلي الفلكس تقل ثاني اقول ثاني دلوقتي الـ current الـ selenoid نفسه طلع لفوق فدي الـ N ودي الـ S وبعدين الـ coil نفسه خارج من الـ N يعني بيزود الفلكس يعني بيزود الفلكس يبقى هي اصلا كان بتقل انا عايز اي action يخلي الفلكس تقل اساسا يعني اي اي action يخلي الفلكس تقل decrease the resistance تعال نشوفهم كلهم الاول لان لما افتح الـ key لان لما افتح الـ key لان لما افتح الـ key الـ click الـ current الـ 0 الـ F الـ F الشيء ش specify لازم يتقل لازم يتقل اي اكشن يجعل الفلوكس تقل انه لقى يتقل او طبعا لو كان يتقل يعني انا قمت بقيته يعني هو يكون يتقل اذا قربه قربه لكنه لا يوجد يبعد انسيرتنج ايرن كور عندما اضع ايرن فلما البرميبالي تزيد اتقل 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 لا اتقل اتقل اي انسر الا اتقل اتقل احتى انسر الاسئلة الي جماعة انا اعرف انها ريخ ما شوية بس معلش لازم تتدرب عليها كويس وانا اخدها ان شاء الله بترية اسهل بس الحصة اللي بعد الجاية بس عايزك تتدرب على الصعب ماشي بيقولك داريكشن اف انديوز دي كرانت اهاتلي داريكشن اف انديوز دي كرانت في المتاليك رينج وشوف لي الفولتو جي بتعمين اكبر من مين طيب يلا المهند بيقرب صح؟ بيقرب عايزو يبعد يعمل له ريبالشن دي ان اروح اعمل هنا ان ان يعني دوت هاتلي اتجاه الانديوز دي كرانت خارج يعني بيلف كده اهو صح؟ اه اه بكمل اهو اهو وهكذا طيب مش هتعرف يا جماعة ان الريزيستنس بتضيع فولتوج؟ اه مش هتعرف ان الريزيستنس دي يا جماعة بتضيع الفولتوج؟ اه فالفولتوج عند بي برقم الريزيستنس هتضيع منه شوية فالي برقم ايه؟ اقل ليبقى الفولتوج بتاع بي اكبر من فولتوج ايه فولتوج بي اكبر من فولتوج ايه بس شوية بي اللي بعدها The Direction Of The Induced Current Inside A Coil Is Determined By Direction Induced Current يا جماعة اللي احنا عملين وقالنا ساعة القاعد اسمها هاي لينز صح؟ اه بس هل بنعملها بلينز بس؟ لا بنعملها بلينز وبعدين امبير لينز ثان امبير خلي بقيت لتن وارا بعض ماشي بيقولك ايه؟ Two identical loops one of copper and other of aluminum are in a uniform magnetic field perpendicular to their planes ولكن اس quota نحن بذلك انرستيفتي الكبر اقل منرسي Balimant يعني طالما انرستيفتي الكبر اقل ثانية يبقى President في الكبر المشكلة يبقى viendo هو عال окه يبقى يبقى كاملا إنه محل وضع بيع time from the field within the same time, the induced EMF generated in the cover تابعا الركز معي عشان في خزوق ثاني يترى اكبر او لازر و الاكل من الالومنوم طبعا اما انت متسرع ومتخلف هتقول لي خلاص يا عبدالله resistance resistivity الكبر اقل من resistivity الالومنوم اه يبقى resistance الكبر اقل من resistivity الالومنوم اه يبقى current صح بتاع الكبر اكبر من ال current بتاع القلم منه صح! بس هو مش عايز i فلو انتم متسرع ومتخلف كتة تخرج more than هو مش عايز i يا جماعة هو عايز emf قال لك generated emf ولا generated current قال لك emf induced المف induced يا جماعة غير i الف in phi على t delta phi على delta t ما لها اي علاقة بال resistance اي علاقة بال resistance لكن emf induced ما لها اي علاقة بال resistance ان في على t فلو سألني على current كنت اختار more than بس لن سألني على emf ال in هي هي والفي هي والtime هم 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 كل حاجة زي بعض وبالتالة وا equal ماشي اللي بعض بيقول لك يا معلم بيقول لك two identical loops one of copper and other of aluminum برضو are uniform magnetic field هنا يبقى طلب current ده السؤول اللي اقول لك عليه هنا يبقى طلب current يبقى current بتاع الكبر اكبر كلام جميل طيب السؤول اللي بعده 49 بيقول لك three loops which magnet falls first and why and why هناك key والكي ده opened استنى ايه هنا في key يا جماعة والكي ده ايه opened هنا دراج السيرك العادي وهنا large area يعني دراج كوي برضو بس الارياء بتاعك كبيرة ده بيقرب صح مش ده بيقرب ده بيقرب ده بيقرب ده بيقرب ده بيقرب ده بيقرب لا لان key opened يعني ما فيش current طالما فيش current ولا attraction ماذا يا جماعة مين اللي بيعمل attraction والrepulsion والكلام لها بالده ال induced current هنا في induced current اه هنا في induced current اه هنا في induced current لا فما فيش induced current وبالتالي مفيش repulsion وبالتالي ده بيقرب اصرع واحد خلاص يبقى اصرع واحد مين ايه طب اللي بعده مين بيقول لسي هنا في repulsion بس هنا الارية كبيرة لما الارية تبقى كبيرة تبقى phi كبيرة فالي مفين induced كبيرة فالcurrent كبير فالربulsion كبير فده يتعطل اكتر repulsion كبير يبقى تعطل ايه اكتر فده ينزل اسرع ده يتعطل اكتر فده ينزل ايه اسرع يبقى ايه اكبر من ب او ايه اسرع من ب اسرع من سي يبقى اصرع واحد يوصل ايه وبعدين ب وبعدين سي يبقى choice ايه خلاص يا معا ماشي اللي بعدها بيقول لك يا معلم بيقول لك عندك كيل وعندك ماجنت وعندك نقطة اسمها اكتر ونقطة اسمها اكتر وبيقول لك وين يالا بنقرب مع بعض السؤال هو جماعة وين ماشي خلاص بيقول لك ايه وين ذا ماجنت از موفد تورد الماجنت بيقرب من الكويل وذ فيلوس تي في فروم بوينت ايس تو بوينت واي ماشي The pointer of galvanometer was deflected two divisions يبقى البوينتر تحرك كم division اثنين to the right يمين تحرك two divisions يمين If the experiment is repeated such that the south ball of the magnet the south ball of the magnet is phased the coil يبقى عكسنا الماجنت ماشي and is moved towards the coil يتحرك ناحية الكويل with velocity two v التي زادت وما ترى ما حركته أسرع فالفلوس تزادت تزادت ماذا؟ اكتر فالفلوس تزادت للدبل فالفلوس تزادت للدبل فالفلوس تزادت للدبل هنا تحرك كم division اثنين السرعة زادت للدبل فالفلوس تزادت فالفلوس تزادت فالفلوس تزادت فالفلوس تزادت فالفلوس تزادت في نفس الاتجاه والعكس فالفلوس تزادت يبقى 4 divisions to the left يبقى خلاص يقولك يا ترى هذه الرنج تتحرك كيف لكي يكون وعلى الساعة وعلى الساعة مع الساعة لن يجب اول شيء اتحرك فانجي هو الفلوس تزادت من الدبل في ساعة خارجة من الصفحة ترسم جدا 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 طيب هذا الفلوس تزادة وعلى الساعة يجب المكون ان تزادا نفسه في الدبل اللي يجب الدبل الانديوزة كانت داخل ايه ده والإكسترنل كان دوت والانديوزة كانت دوت عمل زيها او عكسها يبقى هي كانت بتزيد فاجر بتزيد او عكسها يبقى ده بتزيد يبقى علشان الفلوكس تزيد اقرب من الوير او بات اقرب طبعا كمان ويبقى يعطني عكسها يبقى كانت بتزيد يجب أن الكون يقرب من الوائر يتحرك يقرب من الوائر يقول لك يا كوتش يقول لك أنهي فجر في دول يطلع أكبر ايم اف يتحرك اكبر ايم اف اكبر ايم اف هذا ثابت الوائر يتحرك بالسرعة ايم اف هذا Jamaica في طاقه يتحرك بسرعة ايم اف ده يتحرك اسرعة ايم اف fire هذا يتحرك كام buy ايم اف ا liver 2 ايم اف في مفس الاتجاه في نفس الاتجاه بنفس السرعة هل يحصل تشينج ؟ أبدا أقسم بالله هنا تشينج فلاكس بزيرو يعني ويفين ديوز برده بزيرو هنا بقى اثنين V و V وكالعكس بعض يبقى السرعة كأنها كان V ثلاثة V ففي تشينج فلاكس بثلاثة عيون F يبقى زين أكبر أحدهمين دين خلصونا بيقول لك ايه بيقول لك بيقول لك وعليق أ 해야 نعني أعكسنا الفيلد خلاص يبقى لو انا عندي فاي عملها ملتوبلاي 2 منساش بس كتب given يبقى ان الفاي عملها ملتوبلاي 2 عشان ملتوبلاي 2 عادي حسنا يفرق خلاص ارلت ترنس حسنا واي اعلم انف بالراحة اي او غضل الطفائل دي فك الفاي حوالك نفس الـ time مش عايزين الـ N يبقى نسبها الـ area مش متسعب الـ B متسعب بس خلي بالك ان انت تنسى تعمل phi d multiply 2 لو نسى تعمل phi d multiply 2 رحنا في دهية لانه قال لك يبقى phi d multiply 2 الـ B سعب دفعة تتشال يبقى كده القانون يفضل في مين؟ الـ N و A و 2 خلاص حلو يبقى E Fx على E Fy equal الـ N فوق الى تحت فوق يبقى Nx فكنا نجي مع مسائل ريشو بتاع شابتر 1 كنا نعملها كده يبقى Nx على Ny الـ area فوق يبقى area x على area y بس ملتبلاي ايه؟ ملتبلاي 2 يبقى ده ملتبلاي 2 وده برضه ملتبلاي 2 فالتو تروح مع مين؟ مع التو طب يالله انا عوض الـ X على Y و من ذلك بسيعة 1 equal x نعطي نعطي الـ نعطي الـ نعطي الـ area x ونضي الـ area y آسل الـ area y وانيضي الـ area y لأتدتها فالما اسألة 3 equal نعطي الـ what's wrong نعطي الـ 3 Tipo Ampere بيقول لك يا معلم بيقول لك two circular coils one and two have number of turnips N1 and N2 ماشي which have the same area يبقى الarea ثابتة ماشي that placed in a magnetic field normal to their planes of fluxedness is changed with the same rate ماشي بيقول لك what happens then induced EMF in coil two becomes quarter تعالوا نظر عجبا EMF induced في coil two quarter EMF induced في coil one ثم number of turnips اخبارها ايه طب يا جماعة وقال لك ان البي هي هي والtime هو هو وكل حاجة هي هي يعني مفيش اي حاجة تغيرت خالص والtime هو هو وكل حاجة طب ماشي ليه ميف قول Ndard يبقى ميف يبقى يقدر اقول N2 ربع N1 بس N2 ربع N1 صح اه يعني N1 4N2 عشان هو اعيز N1 ما عامل cross multiplication يا جماعة يا رب عشان الناس بتاع تلماس يا رب انا يسطر يا جماعة الناس بتاع تلماس ركز معايا N2 ربع N1 بص انا عايز N1 لوحدها عشان اجيب N1 لوحدها اعمل ايه عبدالله عايز اطار الفراكشن يا جماعة خلاص اعمل ملتبلاي 4 فدية تبقى 4N2 equal يبقى N1 4N2 اه اللي بعد برضو نفس السؤال بتاع لينز اتجاه دي تحرك ازاي عشان يكون ازاي بقى خلاص 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 لازم يا جماعة اجيب الفلاكس اللي بتؤثر على الكويل اللي هي جاوله من الواير فالفلاكس بتؤثر على كويل ايه؟ ارسم اكسات كتير شو بقى الكويل بيعمل اكس سلطة والله هنا يا عبدالله الكويل الاندوز دي كارنت ماشي كده فالكويل بيعمل اكس ايه عمل زيها؟ او يبقى هي كانت بتقل بتقل زيها وتزيد عكسها لازم احفزها بتقل وطبع انتوا بقى فاهم الحقار سهل عشان نحل بسرعة فنحل بالنودة بتقل اللي عمل زيها طيب مش انت عملت زيها؟ او يبقى اللي يبقى لازم كانت بتقل اصلا بتقل عشان الفلاكس تقل اقرب من البتاع ولا ابعد؟ ابعد يبقى ايزا اتحرك في اتجاه بي لتحت ماشي وبعدين قال لك ولا قبلين اعتقد كده يا جماعة الاسئلة اللي عبدالسي بتاعت شابتر 3 خلصت هنراجع بقى على الدروس اللي قبل كده داخل العشان عايز الفلاكس في البتاعة الرسمية هتبقى عملة زيها والله هنا مفيش اصلا فلاكس ان تقه بط وهنا الفلاكس هتزبت تثبت 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 وانا خارج الفلاكس بتقل بتزيد تثبت L يبقى söم د اللي بعده عايز رشيو المغنيتك فلاكس دينستي المغنيتك فلاكس بسيء هل انت عارف ان ال Phi equal A B sin Theta الانجل هنا ب 90 فخلاص مش هفكر في الثتا ال B هي ال B هو ال same magnetic flux density او uniform magnetic field ماشي بقى ال B هي فضل ال area طيب هتبقى ال area ال Phi بقى كأنها بتسوي area تعال نجيب area X انتسفوتس طيب هو اسمه الف L و هتبقى area Y ثري في ثري من 9 بس خلاص كأن ال Phi هي ال area يبقى اذا في Y 9 و Phi X يبقى Phi Y 9 Phi X بس الشيء دي اللي بعده عايز منك ايه ده جماعة شابترتوها يلا عايز بس So that's change in magnetic flux في الوضع الاولاني والوضع التاني خلاص نجيب الفلكس في الوضع الاولاني والفلكس في الوضع التاني والمينسهم نجيب الفلكس هنا كل واحدة تحت اللي كامل بتاعها ال Phi بتساوي A B sin theta ال A عندك وال B عندك تعال الستا بالراحة السيدة يا جماعة الانجل ما بين ال B و ال area ماليش دعو باللي هم الدهولي فين ال B الخطوب دي فين ال area 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 طب ما كان الانجل بكام بزيره يبقى 5 في كيس 1 يبقى 5 في كيس 1 اصلا بزيره طب في كيس 2 ده 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 الكويل وده ال B قال بالحديد ال area الا sustainability 30 تطلب كام ؟ تعالى نشوف 0.3 في 0.6 في سايا 30 طلعت لي 0.09 كلام جميل اللي بعدها بيقول لك يا معلم بيقول لك ده وير والكمبس نتيجة الكارنت اللي بيعدي في الواير اللي احنا مش عارفين تجاهه و احنا مش عارفين تجاه الكارنت ده خارج ولا داخل بس بيقول لك الكارنت اللي يعدي في الواير ده بتتحرك في الاتجاه ده يترك كارنت داخله واللي خارج والله يصبح نخدنا في شابتر تو و قلنا دائمalling الداخله عند النورث بول بتاعت الكارنت بتتحرك في الاتجاه الماني selves دائم senhor النورث بولification تستحرك في الاتجاه الماني selves طب ليس 00h light يبقى المية الداخله طب ليس أن avo двين ماني داخله يحدث لكه عمّهнуться镇 لماذا فتست؟ ما ذلك نظرين تحرك كلام Language ما سأ Singapore نظر من which نظر virtue دائنا طبان هما هي DC-D لماذا Santo Direct Current أي طريقة اليوم سؤال 6 تبعين سيتك يقول لك أنه نرى بذلك نرى بذلك عندما تتكلم بذلك 60 أمري ما هو الوائر ماذا نرى هذا الوائر الوائر 60 انتبه فلونج انتو بايز جبر بندقلر مجنطيك فلاكس دينستي اف كذا يبدل بلافين اللي هي الخطوة اللي جاء من بردي ويقول لك انها ماشي عشمال ويقول لك ان الديستنس ببين الواير والنقطة 10 سنتيمتر 10 ملتبلاي 10 بقر نيجاتي فتو عشان نشتغل بالميتر كلام جميعين انتوار مجنطيك فلاكس دينستي طيب فاكر يصلك كنا نحلل حاجة تشوب ترصيح ازاي؟ كنا انا باستم scale تماما امان لو ان تكون مرات الا المفاجد للجرا لدي س smoking لو ان تكون مرات المحتوى الترتيب من عندك ان كثير الى مناتنا ان凄 ومن ث تعمل بايساجروس تعال نشوف المسألة دي يا زميني النيوتر بونت وليس فاكس فيها بواحدة وكذا بيه المغنية فلاكس دينيسي بتاع الواير نفسه والمغنية فلاكس دينيسي اللي بيؤثر على الواير اللي هو جايله من بره اللي هو الرقم اللي هو الرقم الجيفن يبقى كل مهمتي في الحقيقة اشوف البي توتل عند نقطة بي اللي هو عايزها دي يعطينا تبقى بي وان بلس ولا مينس بي تو وركز عشان تحقيقه انهم pani بالنoublية فلاكس دي ما هي العديدة والب التق PDF ماشي فلاكس داخلي نحن نرسم السكرquel وحوالين الليموتر وحوالين الزمن احنا Не تقوم التقديم باعتày لا تقوم التقديم ب Angels يجب ان نخص التقديم بنبضح عند النقطة اذا انهم يتم بغض الاحكس بعد ابلسهم او منسهم ابلسهم طبعا اولا تتساوي البيتوطر اصلا بكام 2X2 بور نكتف 5 لاز بتاع الواير اي ميو على 2 باي دي اي بي كان اصلا بسكستي الميو انت حفزها 4 باي مرتبلاي 10 بور نكتف 7 على 2 باي الديستنس من الواير لنقطة 10 سنتي لها 0.1 بس حطها على الاعلى وطلع الناتج يطلع لك I think يعني 1.4 مرتبلاي 10 بور نكتف 4 كلام جميل السؤال اللي بعده 61 عايز اتجاه total magnetic flux density at point x عايز اتجاه total magnetic flux density at point x طب يلا نتيجة وجود ال2 ويرز اللي جنبها هما فين ال2 ويرز؟ يقول لك ويره هو نقطة يعني داخل جهة الصفحة والوير الثاني نقطة يعني داخل جهة الصفحة طب يلا هو عايز اتجاه total magnetic flux density عند نقطة x خلاص هنا الواير خارجة فالب تلف كده الواي هي خارجة طب انت لو الوراء قدامك الواي بتاعتك خارجة من الصفحة خارجة من الصفحة بتاعتك انا عشان البرد كده فانا خارجة من الصفحة بتاعتك ولف كده يلا لازم ترسم السيركل من عند النقطة حوالين الواير او حط السهمة عند النقطة بالزبط بعد ازنك هتجاه السهمة ولا هالفه عند النقطة بالزبط طب يلا الواير الثاني خارج انت تعمل الوراء بتاعتك اهي فانت تعمل كده انا معمل بورت باعتك كده فالوراء اهي فده ال ا وده ال ب اوكي من عند النقطة وحوالين الوير الواير تحت اهو ماشي حط السهم عند النقطة بالزبط أو السهم اللي اقدر اهو ايه ده تاني اللي اقدر اهو والبينك طالع لفوق يبقى الـ total مع البينك او مع اللي اقدر او بينهم يبقى في اتجاه مين ؟ ماشي اللي بعده هنا بيقول لك ايه معلم هنا بيقول لك ان انت عندك ويرين الويرين دول بيتأثروا بمجنيتك فيلد خارجي يعني عندك وير كده وير كده والمجنيتك فيلد اللي بيؤثر عليهم اكسات دخل جوا الصفحة الوير اللي فوقه current up 6 واللي تحت مش عارفينه يعني نحن نريد المسألة بيقول لك two barrel straight wires are placed in the plane of the page affected by external magnetic field يعني المجنيتك فيلد اللي بيؤثر عليهم الهاليكسات الكتير قوي تسلا whose direction is perpendicular to the page او من اول هنا if the resultant in the plane of the page at point B is like انت عندك قوة ملاحظة لو انت عندك قوة ملاحظة لو انت عندك قوة ملاحظة هتلاقي ان total بيسوي بيكسترنل بص بيكسترنل بص بيكسترنل اكتب 5 يعني الاكسترنل هو من total هو عايز بقى ال اي لتحت طب بالمنطق بقى جماعة تعال نشوف كده الايات مع بعض انا احلى بطريقتين طريقة اشغل دماغ في ثلاث ثواني وطريقة ان انا معرفت الشغل دماغي ويحلى عادي طب لو انا احلى شغل دماغي الواير اللي فوق الواير لديه خود الواير تحت الواير خود الواير اللي فوق الواير اللي بيكسترن defin الواير들 بيكسترنب قوة واكتب كيف يكسترنب هل كيف يكسترنب تاني الى مجال من برا 10 bar والتوتال 10 bar نجاتيب 5 يبقى الويرن دول تأثيرهم مش موجود طب الويرده داخله والويرده خارجه يبقى اذا البيهات دى عكس بعض واد بعض ليه عشان يلغوا بعض ده داخل وده خارج يعني هم عكس بعض ولغوا بعض ايش عرفني ان هم لغوا بعض يعني يا عبدالله لان التوتال هو اللي جاي من برا نعم ثم يمكن ان يقول ان البيه الويرده هم لغوا بعض البيه يبقى البيه ثلاث بيهات بتاع الويرده الآخر الواير الاولاني اسمه ايوانه هو داخل واللي تحت خارج ممكن اقول خلاص البي توتل بتساوي البي بتاعت واير 1 بص بي واير 1 بلس البي اللي جاء من بره بي اكسترنل مينس البي بتاعت واير 2 اللي اللي تحت يعني بس اعود بقية معلم البي توتل الاصل مكان 10 باور ناكتف 5 البي بتاعت الواير اللي فوق اي ميون على 2 باي دي الاي بسكس الميون تحفزها 10 باور ناكتف 7 على 2 باي دستانس من الواير اللي نقطه عندك باتنين سنتي اللي هي 0.02 هنحولها البي اللي جاء من بره بكام يا كوتش 10 باور ناكتف 5 برده البي اكسترنل البي بتاعت الواير 2 باي عايزينها الميون تحفزها 4 باي مالتب لاي 10 باور ناكتف 7 على 2 باي دستانس بكام الديستانس ب 0.02 بس شفت صلفو جيبي الاي بارد طالكسيك ساندير اوكي اللي بعد اوه ركز بمحال اللي يرضى عليك ايه معلم الراجل قال لك in the opposite figure the net the net magnetic flux at point X is B البي total عند نقطة X في الشكل ده اسمها B So if the electric current in Tennessee in wire 1 is decreased to I over 6 هو كان بقى I over 6 عايزة total magnetic flux تبقى كام B لا ركز معي بقى يبقى يزين يا جماعة يبقى كل منهم متى في الحياة اشوفهم بلاس اولا بس خلي بالك المسألة فيها كام كيس اوه المسألة فيها two cases واي مسألة فيها two cases لازم تحل two cases بالترتيب من غير ما يطلب طب اي هم يا عبدالله يا كوتش يا متخلف يا متخلف يا الفسطات يا محمد ايه هم يا محمد انك تعمل total magnetic flux في الوضع الاولاني اللي كان يسمي لي بي وتجيب الرقم وتجيب total magnetic flux في كيس 2 عندما يبقى I ستجيب بي مرتين مرة في كيس 1 ومرة في كيس 2 بعد ان تجيب I over 6 وبعدين تعمل بي بتاعت كيس 2 على ال over بي بتاعت كيس 1 لان خلي بالك هو مش عايز بي بتاعت كيس 2 يعني هو مش عايز لما ال I يبقى I over 6 يضطر ال B total يضطر ال B total ومش عايز كده لما ال current يبقى 1 over 6 يضطر ال B total يضطر ال B total يضطر ال B total اوكي فأنا لازم اجيب كيس 1 واجيب كيس 2 وعملهم over 4 خلصانة نبدأ نحل كيس 1 كيس 1 دي عبدالله اللي هي ايه اللي هي I عادي ماشي تعال بقى نحل يا كوتش لو I عادي جدا تعال تشوف B total X تعال تشوفهم بلوصه لو ما الناس هو تعال ال wire ده عند نوت X اللي بتاعته داخله تاني ال wire ده ال B بتاعته عند نوت X هناك خارج خلصانة يبقى نوصه بلوصه بلوصه يبقى نوصه بلوصه 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 اكتب القانون وطيار الثوابت I Mu على طوب I وطوب I متغيرة أي مسألة من غير أركاب اكتب القانون وطيار الثوابت Mu وطوب I خلاص إذن تعال بقى نعود بالروح ده كم I I يعني واحدة ده كم D من ال wire لحد النقطة ثلاثة D يعني ثلاثة I ثلاثة I ثلاثة نقطة X ده واحدة يعني واحدة اعملها على الآلة تطلع لك B في كيس 1 قبل ما نغير أي حاجة بكام يا أستاذ عبدالله سواني يا جماعة الكالكوليتر هي يلا على الآلة 2-1 over 3 طلعت لي بكام 5 over 3 يبقى B في كيس 1 بفوق 5 over 3 طبعا يا جماعة وطلعت لي بالنجاتف طب كيس 2 يلا كيس 2 خلي بالك ان في كيس 2 يا كوتش قال لك خلي I I over 6 حل B total عند نقطة X طبعا الإشارة مش هتتغير لان انت مغيرتش أي حاجة ده داخل وده خارج يبقى minus بعض B1 minus B2 يبقى B total X بس في كيس 2 يلا بالراحة خالص كم I I over 6 يعني 1 over 6 طبعا الإشارة من الوائر لحد نقطة X ثلاثة الثلاثة كم I 2 الداخل من الوائر لحد نقطة 1 يبقى B total X بس في كيس 2 كام يا كوتش على الأهلة 1 over 6 كل ده over 3 minus 2 طبعا لك 35 over 18 خلصانة هتقول لي يا عبد الله 35 over 18 مش موجودة هنا متخلفة ومش عايز B total في كيس 2 هو عايز B total في كيس 2 قد ايه من كيس 1 يعني لازم اعمل دعلة خلاص يبقى على جب كده اعمل 35 over 18 over كبيرة قوي 5 over 3 over 5 over A 3 تطلع لك كم يبقى اذا 35 over 18 over 5 over 3 طلعت لي 7 over 6 اذا اذا خلصانة اللي بعده السلام على الفيزياء وحلوتها السلام يا سلام السلام على الفيزياء وحلوتها ها ها حل يقول لك ايه بعد السؤال يا سلام على سؤال جدا يقول لك ايه يقول لك عندك 3 bar wires ما لها So ها فيش كلم في السؤال So F B عند نقطة Q equal 0 B total 0 دي مسألة neutral point ايه خلصانة دي مسألة neutral point اي مسألة neutral point في الخليقة ثلاث خطوات بالترتيب باني يقول بي 2 في المنطقة negative near the weak and current طب ايه السؤال الآن ايه ايه ثلاث بي هات خلاص ان عبدالله فهم حوار neutral point ان neutral point يكون ان تحل لازم في المسألة neutral point يبقى عندك مجنيتك فيلد داخل ومجنيتك فيلد خارج عشان تقوم بمطقة مينوس ولازم اللي داخل يسوي الخارج صح لا اعرف يا جماعة في neutral point لازم يكون لدي كزا مجنيتك فيلد اه يبقى فيه شوية داخلين وشوية خارجين اوكي وعشان التوتر بتاعهم يقى minus ولازم التوتر بتاعهم يبقى zero حلوة قوي يبقى لازم اللي داخل يبقى قدل لخارج تعال نشوف عند نقطة Q انهي وير فيهم البي بتاعته داخلها ومين البي بتاعته خارجها ونشوف ايه يحصل طيب الواير داخل ولا خارجها ماشي طب ده خارج طب ده خارج الله يبقى قدر اقول ان البي 1 لازم تساوي بي 2 زائد بي 3 يعني معهم في النيوترال باينت لازم اللي داخل يبقى قدل لخارج عشان تبقى total بزيرو يبقى داخل طب وده خارج وده خارج خلاص يبقى بي 2 بي 2 بلاس بي 3 طب البي والقانون ايه اي ميو على تو باي دي طب وده اي ميو على تو باي دي والتالت اي ميو على تو باي دي تعال نطير السوابت يا قلبي يلا الميو مع الميو مع الميو ايه ده وعوض هنعوض على جنب هنا كده تعال باللون الاسرق يلا equal زائد كذا يلا الواير الاولاني اي بتاع تقوم اي اسمها اي 1 اساسا ماشي الديستانس من الواير لكيو 1 الاي التانية كان اسمها اي 2 اساسا الديستانس من الورد لكيو 1 الاي التالت اسمها اي 3 اساسا الديستانس من الواير لحد كيو 2 اتنين ديلي اتنين يعني خلاص يبقى قدر اقول ان اي 1 equal اي 2 زائد اي 3 وفارتوليها نص اي 3 نص اي 3 فدي كده الايكوشن اللي انا قدرت احصل عليها ان الاي 1 equal اي 2 زائد نص اي 3 اي 1 equal اي 2 زائد اي نص اي 3 حلو قوي تعال نشوف بقى هل في ايكوشن من دول بقى موجودة تعال نشوف الايكوشن اللي بتقولك هي اي 1 بتساوي اي 2 زائد اي 3 لا انا عايز اي 1 تساوي اي 2 زائد نص اي 3 يبقى دي غلط طب اللي بعدها اي 1 اكبر من اي 2 زائد اي 3 تعال نشوف بقى بص الاي اي 2 زائد نص اي 3 فسنع اي 2 زائد نص اي 3 التساوي اي 3 يعني انت زودت نص اي 3 اي 2 زائد نص اي 3 حسن عايز اي يجب انت زودت نص اي 3 تابع على تدام الحاتة نص اي 3 يعني الحاتة دي ستزيد يبقى البور القيامية وضع الكبيرة حاذ بابHay 2 قامية أخير من 차 أخرى ، يكون idéبًا لك لو انت خلي دي اي 3 كاملة يعني زودتها فبقت الحط يزادتぃ دي هيئة الكبيرة بقى سؤال 65 يلا بيقول لك ايه عندك اربع اوارات بالمنظر ده اوكي عايز the direction of the total magnetic flux dynasty at point M طب يلا سيركلات بقى هنا الواير 1 ده داخل فالميوته ماشي كده ماشي ترسم السيركل من عند النقطة وحوالي من الواير حط السابعة دازنك عند النقطة بالزبط ماشي 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 كده ماشي او ده الساهم الايه الاحمر بتاع وير 1 او اللي فوق على اليمين ده تعالي نتغير اللون وير ده مثلا خارج وماشي كده من عند النقطة وحوالي من الواير حط الساهم عند النقطة بالزبط اهي ماشي فالساهم البربل ده اهو ماشي يبقى عندك الساهم الاحمر ده ماشي كده يبقى عندك الساهم الاحمر ده ماشي كده والساهم البربل ده ماشي كده ماشي من عند النقطة وحوالين الواير حط الساهم عند النقطة بالزبط اهي ايه ده يعني في اتجاه الاحمر خلي بالك اللي اقدر مع الاحمر هو في نفس الاتجاه لو انت شايف يعني اللي اقدر مع الاحمر يا جماعة ماشي طيب وبعدين الورانج خارج ويتلف كده حط الساهم عند النقطة بالزبط ايه 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 لكن من يتبعون مع بعض الاخدر والأحمر يتبعون في هذا الاتجاه يتبعون في الاتجاه 4 حسنا يتبعون عايز Total magnetic flux dynasty at point at the center at point P يجبعون عندك كم مجنيتك فيلد عندك اثنين عندك كم مجنيتك فيلد يتبعون عندك كم مجنيتك فيلد plus و minus plus 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 تبقى عقل تبقى يعني خارجة والكويل بيعمل ايه داخل ماشي صح يعني داخل جوا الصفحة يبقى والجفن خارج يبقى مينسهم يبقى بتساوي اللي جاي من بره مينس بتاع الكويل لو انت فاكر قانون الكويل عشان نعوض على طول ميو ان اي على طوق ار طبعا انا بحل بسرعة عشان انت فاكر الكلام ده احنا بنرجع الميون تحفظها فور باي ملتبلاي تن باور نيجاتف سفن الان اصلا هي باينة يعني ان هي ربع لفة و كم من هو ايه الكوارتر يبقى الان بربع الاي هي بخمستاشر طبعا الاي ماشي عادي مكملة يبقى الاي بخمستاشر على 2 ملتبلاي ريديس 2 باي سانتي يعني 2 باي تحولها بقى ملتبلاي تن باور بس بس تطلع لك البيتوات البكام عشان الناس ايه بتزعل لما انا ما بعوضش بالارقام مش عارب مش هادر افهم ليه يعني بس عادي طوح ابيبي وانا ما اقدرش ارفع لكم طلب ولكن انا عايز اقول حاجة المجموعة اللي في الوراء مجموعة مازن هي مجموعة يا متخلفة عايزكم تركزوا وتبطلوا الرغي في الحصة ماشي وتركزوا وتبطلوا اللعب وتبطلوا استهبال مش عايز اشتم طلع التوتل بكم يبني 3.35 ايه يلا يقولك ايه شرط روات السؤالة ايه 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 تركز الناس داخل جوة يحصل لها ايه? ايه الجملة بنت الجنية دي اه? يعني يعني الطاقة اللي انت بتضيعها جوه الباتاري هي الطاقة اللي انت بتضيعها جوه الباتاري اسمها ايه? اه يا ابن العيبة التاقة اللي انت بتضيعها جوه الباتاري عشان تطلع الكارانتي اسمها وي انترنل التاقة اللي انت بتضيعها جوه الباتاريanta فكر عندك بد lástara flow فالر الثغانت ما تضيع ايه he muss طابعن نخلونا ايهal السغنتata طب احنا مليس دعوه بالارت سوانتاته طب الاي حصل لها ايه؟ هو قال لك ان الار اكوفلنت زادت اكيد يمع لما الارت يزيد الاي هتقل فلما الاي تقل اللي بيديع جوه الباتري هيقل هيقل يبق اذا؟ دي كريزيس خلص انا اللي بعته الله رجعنا تانيل شابترته ماشي يلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك انزشون فيجر التوتال ماجنيتك فلاكس دينستي بعض التوتال ماجنيتك فلاكس دينستي بي ماشي بيقول لك ايه ساك ايه؟ 90 ديجري بي هو أقلLIك هنا وأقلLIك علي الرسم حلم! A قبل ملف الكويل اللي هم تدولي اصلا بروتن بي وبعد ملف الكويل اي مسألة فيها 2Cases لازم تحلل 2Cases بالترتيب من غير ما يطلوب ليس من الصفحة نصين Case 1 قبل ما الف قبل ملف الكويل يلا قبل ملف الكويل يا معلم تعالى نشوف هتبقى B1 بلاصة لما ناس B2 يلا واااا ناس B1 تعالى نشوف الاشارة المنظر قبل المنظر المنظرة المنظرة المنظر المنظرة ulos المنظرة المنظرة الخلال المنظرة El given المنظرة وكم aren't الخطوب والخطوط دي العنجل بكام بربندقل على بعض ساقرس بي وان سكوير بلاس بي تو سكوير عادي انا ما بخافش البي توتال في الشكل ده بكام يبقى كتب روت تن بي روت تن يعني اللي جاي من بره اسمه ايه اسمه بي واحد سكوير بلاس البي تحت الكويل وانت كده اللي فضل لك البي تحت مين يا جماعة البي تحت الكويل نفسه ماشي تعرف تجيب البي بتاعت الكويل لا اه تطلع لك البي بتاعت الكويل بمل NRT ال kalau بس طبعا في رمز اسمه بيه ما تنساش تكتبه يبقى ثلاثة بيه يبقى خلي بقى لك ايه وعا تبقى متخلف ومتسرع واتروح تختار اه ده احنا كل ده قبل ما نلف الكويل طب تعالي بقى بعد ما الف الكويل بعد ما نلف الكويل خلي بقى لك الكويل هلف قديه انه ها انت تجريه حاولين الاكس ده اكس وفروتيشن ماشي طب يلا الاكس وفروتيشن ها جماعة زي ما ورا سمه لك تعالي شوق الكويل حيث عندما يلف ما انت لها يحصل وفروتيه يا مات ريكي وحام بقى فلاذا الكويل بتلفيه؟ ايه بيه 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 تلف معه لكن الكويل ايه وفي هو الكويل والبي دخله جوه الصفحة مانت تقوم بقى كتبها تضع وفروتيشن وهناك الكويل بيه ماشي من الكار من نفكر أنت ماشي كده والبي دخل قد يصبه حالي أكس بإشتغل في الوضع الاصلي حالو، لفه لي 090 ان craic لما كلها تليف b90 هتليف معك قال لف b90 و ما هو كان كده نف b90 هنا انه يوم 그것ا هو يما كان يعقش شمال ركس بifier يعقش جمال يطلق الليlerde بالent The Loden المتخلفة اللي في مجموعة الورقة ي찮ي ذكرك خلاص عبدالله ما تحورش بقى. طب ما لا ممكن نلف كده. يعني عبدالله انت اشمعنا يعني مشي ده كان ماشي كده. والبي دخلق جوه الصفحة. ماشي. هنلف ده ناينتي. بالبين بتاعته. لفينها كده. بقوا مينس. طب ما انت اللي ما تلفهاش كده وتبقى بلس. هقول لها يا بنت يا روان شطورة. وبالتالي. البعد ملف لها حالتين. لاما لف كده. لاما يبقوا كده ولف كده. يبقوا عكس بعض امينسهم. لاما لف كده. يبقوا مع بعض ابلسهم. في ساعتها don't really . ام بلس. لاما تبقى مينس. ده بعد الملفة يا جماعة. لو قامتんهم بإيه. با ب بي. و pinch. والتبقى من لاخ اربعة لاغلتهم تobe it by 3. الوовали researchers 4. لما انلطتم ال seat by minus 3. الhi com. ال use five pivot . يبقى اذا يا جماعة بعد ما لف الكويل 90 تجري حوالين الاكسس او فوتيشن لاما تبقى بلاس لاما تبقى مينس لو بلاس تبقى تطلع اربع لو مينس تطلع كام اتنين وما تنساش ان احنا منلف حوالين الاكسس ده يعني لما تلف كده لا تلف كده وبالتالي هل يبقى التشويس بتاع ساتك لاما 2B لاما 4B اللي هي التشويس بي كلام جميل ده جراف يلا نحل في السريع سلوب وكده او نعوضه خلاص نعوضه خلاص ده ايه اصلا The variation of mycflex dynasty which produced as the center of circular coelict بالقانون مين ون اي على تو ار ماشي البي نفسها اخد اي رقم اي اعجبك او 38.4 بس تحويلها فوقها ملتبلاي 10 باور نكتف 3 38.4 ملتبلاي 10 باور نكتف 3 مين ونحفزها 4B ملتبلاي 10 باور نكتف 7 طيب الن ايه 350 خط دي تعال نشوف الاي بتاعتها بكام 12 على 2R خلي بالك ان هو ايض الديامتر خلاص يبقى انا محطش بعد محطش ثوار ده اصلا جميع ديامتر اه حط الديامتر اصلا جميع ديامتر تطلع بكامية عبدالله عشان نحلها 4B ملتبلاي 10 باور نكتف 7 ملتبلاي 350 ملتبلاي 12 ملتبلاي 12 ملتبلاي 12 ملتبلاي 12 ملتبلاي 12 صح؟ اوكي اصلا جميع الديامتر يا كوتش بالرقم ده 13.74 طبعا هي طلعت بالميتر بس انت هتحولها لصنتي فهتطلع 13.74 اصلا جميع الديامتر كلام جميل جدا اللي بعده بيقولك ايه معلم بيقولك 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 هذا اللينث السلينودي تن اي باي بيقولك يستباه استبارها إلى باتاري t ، ف ماشي عادي بط F The magnetic flux density at the center of the solenoid بالرقم ده And the terminal D مين ترميل ده هناك ده؟ South pool طيب ده N طيب عادي يقول انزلت تجاه الكورنت يعني وش ده على الصفحة وده مع ال N يبقى القيلي فوق يبقى القيلي ماشي خلي بالك ان الكورنت الـ current يلفي من هنا ونزلها إلى تحت وماشى 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 فهو يسألك الـ current يمشي من الـ الـ resistance يمشي من الـ الـ b الـ current inside the resistance من الـ b لـ c وماشى ومع الـ value ميو ني على الانس السلينياد البي اصلا جيفن 2.4 ملتبلاي 10 بار نكتف 4 الميو انت عافزها 4 باي ملتبلاي 2 بار نكتف 7 الان 500 الانس السلينياد الانس السلينياد الانس السلينياد هو 10 باي بس ده سمتيمتر خلاص حولها ملتبلاي 2 بار نكتف 2 مش مكتوب انها سمتي بس انا اي سمتي اديها لك بس شفت سلفات الوش اللي بعده عايز عايز ايه تعال نشوف عندك سلينياد وعندك وعندك وير بيقولك ايه وين ان الالكتر كارنت بس تريد سلينياد زي مجنية فلاكس سيستيب كزا الله يعني هم يديني في مجنية فلاكس سيستيب كزا ماشي بقديل بي سلينياد المهم عند بوينت اكس اللي هي دي بيقولك يعني البيتودان اللي عنده نقطة دي ماشي ماشي ما علينا يعني بيقولك عندي سلينياد هنا كده مالوا بقى الستريت وير ده انجين ريتس اماجنتيك فلاكس دينيستي اوف كزا يعني دي بي بتاعت الواير يعني هو مدين بتاعت الواير ومدين بتاعت السلينياد عايز البيتودال بقى طب تعال نشوف يلا طبعا جماعنا كده عندي نوتر بنت او لو ما قال ليش ما قال ليش هو اصلا عايز البيتودال طب فيها بي واحدة ولا كزا بي؟ فيها كزا بي تعال نشوفهم بلاس والله ما ينزب احنا بنحل على طول الكارنت بتاع السلينياد 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 نعم دول الى اي لتحت يبقى هن يبقى هن ودول الاس تواجد الاس من الاس انس او الاس لن او الاس المعبارة الأول يبقى معها المعبارةه و ملحة الماكسي الاس لم يكن الاس الاس هو الاس بك يعني الليام بك السيلي نوع ماش يمين. والبن تحت الواير الدخل لجوة الصفحة. كده اللي بيهدي هي ايدي والسهم البين كده. ما هو الاد دي دي يا جماعة. المكدي بتاع الواير ها? في ايدي المكدي بتاع الواير. اهو. وبتعسل المش يمين مع بعضه العكس مع بعضه البربندكلر. يعني تستدم قانون بيساجرس يعني روت بي وان سكوير بلاس بيتو سكوير. يا جماعة لما تجي تعوض اللي يرضى عليك ما تنساش اهم حاجة. يعني هتحط ده. اتمالتبلاي. اتمالتبلاي 10 وارنكتف 6 براكت سكوير زائد. التاني بقى. 6 مالتبلاي 10 وارنكتف 6 باردو سكوير تحت الروت. ماشي? طلع بقى لك. خلاص اتلاق لك اعطالك تسية. ماشي. يالله بيقول لك ايه يا معلم. بيقول لك بردو عندي سيلنويد وعندي وعندي وعير. الماجنتيك فلاكس دينستي بتاعة السيلنويد اسمها بي. والماجنتيك فلاكس دينستي باردو بتاعة الواير باردو اسمها بي. عايز البيتو وتال عند السنتر تعال نشوفه مبلس ولا مالنس ولا بيساجرس. السيلنويد هو من ديك الكرنت بتاعه نزل تحت جيفن. خلاص يبقى دي الان ودي الاس. جوه من الاس لالان يالله اهو. جوه من الاس لالان ماشي كده اهو. حط السهم. طيب. الواير نفسه داخل جوه الصفحة. دي الاي في الواير يا جماعة. في الواير دي الاي وده البي. فالاي داخلة والبي ماشي كده. حط السهم عند النقطة في الزبط يا رجالة هتحط السهم كده. كده اللي اغدر والبينك مع بعضه الاكس بعضه البربيندكلر. طبعا لو انت مش متخيل البربينك ههو الصفحة ده والل اغدر الالام ده. يعني روت بي وان سكوير براس بيت سكوير بي وان اسمها بي بردو بي وان سكوير بس في رمز اسمه ايه بي. خلاص او انا تشوش سي. اللي بعده. بيقول لك ايه معلم. بيقول لك انا عايز ريشيو الفورس اللي بتؤثر. على السايد الاسمه ابي وليش الفورس القاس على السايد الاسمه بي سي. طيب. جماعة هي بمنتهى البساطة. انا احلى هنا كده. اهو. مش يا جماعة الفورس عامة بل ساين سيتا. اه الفورس قانونها ايه. بل ساين سيتا. ادي بي اي ال ساين سيتا. بي اي ال ساين سيتا. طيب. الميجنيتك فلاكس داني سي يقضي في واير اب فين اهو. مش هو هو اللي يقض في واير بي سوايرا. ام ونفس الارده خالص. يبقى البي هي البي. طيب مش الكيرنت اللي بعد نين افضل. اي باي بايها ال اي. طيب الانجل ما بين الميجنيتك فيلد. اللي هي خارج ممن الصفحه هي. والواير بس ما البدو لكن. بس ما بينم LI سيفو الازم. من الذي يقصر بطريقة القانون؟ لنث اب كان لنث اب بقاده لنث اب بقاده لنث اب بقاده لنث اب بقاده يقصد مقاده كلام في منتهه اللزازة وبعدين يا كوتش مش عارفينها يعني اي و اي ماشي اه الواحز يوم باتنين يعني ماشي خلاص يبقى اتنين و اتنين انزا سيم دايريكش ماشي برضو افزا ميوتشوال فورس خلصانا ميوتشوال فورس خلونها ايه ميالتو بد بنخلل فورس تمعلقا 2200 قوانين و quedارف موند الميوتشوال فورس هم تبقى ميم cabinets او لو الوا sold متعلى ب انه الحفول انضاء منزلت اواف CPU و هي مجتمع الcut وهيانا اعود SHIFT todoA 후D إنها مجتمع فمزمنت 2 هي اي 12.7 فا اي 2 وهذه المثال طلعت الوضع زلاص Care الزصديد practise تطلع لك 2 سنتيمتر او حتى مش مستهلة اللي بعده A straight wire X That carries an electric current 50 ampere ماشي ماشي in a parallel to another wire يعني عندي ويرين بار اللي بعده ماشي مش عايز فاكس that carries an electric current ماشي ماشي وقال لك air add distance ماشي from X if the net or the total force that affects wire X equal zero خلي بدك يبدو ان wire X كان رجل قال لك ان هو محطوط horizontally يعني كده ممكن يقع اوه بس هو قال لك لا مش هيقع ده هو قال لك total force هنا ب zero حتى الدليل ايه قال لك sin the mass of unit length equal cam او عايز الماس انا قلت لك اول نطلب الماس في المسائل هو قانون من اثنين يعني فكرة واحدة يبقى ال wire متعلق ده الفكرة بسبب مجي تكفي لدي خارجي ومجي equal ومتعلق بسبب وجود وire ثاني جنبه يبقى مجي equal مجي equal مجي equal انا اعود انا اعود الماس 10 4 by 10 10 10 صح اه the mass of unit length يعني length of one two by distance بينهم بكم 6.4 cm حولها 10 shift تطلع لك الناس معرفش بكم الصراحة نحلها نعم ماشي نحلها 4 by 2 7 50 80 2 by distance 6.4 10 power negative 2 over 10 1 over 80 800 بي ماشي اللي بعده a rectangular coil a rectangular coil that carries electric current plays on magnetic field of 1.2 tesla يبدأ بي بس ده بي بس ده بي اكسترنل ليه؟ لانك الكويل محطوط يعني يبدأ ده بي اكسترنل ب 1.2 ماشي وبعدين if the coil is affected by a magnetic die all moment الله اداني ال md اداني ال md اوكي عادي المشكلة and the plane of the coil is inclined by angle 60 with the field the coil عامل مع field 60 بس خلي بالك هو اعز التورك طب مش التوركي بيساوي بيان sine theta اه بس كان ليها فكرة تانية ان التوركي بيساوي ادل بي كنا بنشيل ايام ونحط مين؟ md sine theta تعال انا عوض في السريعة ال b بكمي او ب 1.2 ال md بكمي او ب 50 او sine الانجل بكمي او او متخلفة تقولي 60 عبدالله لكن انا في التورك يا جماعة كنا بناخد الانجل ما بين ال b وال normal على الكويل او الانجل ما بين الكويل وال normal على ال b ال normal ده كان اسمه magnetic double moment خلاص فخلاص الكلام في التورك لو جاب لي سيرت كلمة normal تبقى الانجل مزبوطة ما جابهاش بنعكسها يعني هنا ما جابهاش هنا قالك الانجل ما بين الكويل والمجنيتك فيلد اصلا ب60 بس انا باخد ال normal يبقى ال normal بكامل ب30 فاعمل الانجل بكامل ب30 واعملها على ال a 1.2 multiply 50 multiply sine 30 تطلع لك 30 30 بالزبط 30 ميوتين دوت متر مش ده التورك اللي بعده يلا جالفانو ومعابرة طب اراني يبقى عارشان طول بيقولك in the opposite figure when closing k1 لما قفلنا k1 لما قفلنا k1 قفلنا كامل يبقى عارشان فأصلا بيقولك كل المين باقصة ذلك عندما قفل ر فبقى عارشان اسمها ر ماشى ر يبقى ن ماذا تنسى انا في الاميتر والفولتوميتر والاوميتر كانت الان مقلوب الراتيو او مقلوب السنستيفيتي صح؟ فقدر اقول بقى ان طلبها في السنستيفيتي ان الارجي يقوى الان مينس وان ار اس فاكرية او والله العظيم الارجي مش عندي اصلا هنحسيبها وخلي بالك ان تنسى ان حاجات الجلدان وتايمان كونستنت طيب الان بكام باربعة لانه وقال لك كورتر فالان مقلوب السنستيفي يعني ربع مينس وان ملتبلاي الارشانت لما افعلنا كانت الارشانت اسمه ايه ايه ار بواحد يعني ماشي طلع الارجي تطلع الارجي بتلاتة ار بتلاتة بس في رمز اسمه ار ماشي دي كده الارجي سبتر تتغيرش طب اما انت عايز مني يبقى عايزين سو وين كلوزنج سويتش كي تو اون لي هنالفل كي تو بس ماشي يبقى هنالفل كي تو وينفتح كي وان طبعا يا جماعة لما بنفتح كي بينشيل السركل في كي فاتك انه ده تشال ماشي هو عايز السنستيفي تبقى بكام خلاص يعني عايز الان بقى المرادة هي هي السنستيفي بقى الارجي ايكول ان مينس وان ار اس الارجي انت اللي اس جايبها حالا بكام يوها بثلاتة ار الارجي هي بتتغيرش بثلاتة ار نزلها تلاتة يعني ماشي ايكول الان عايزينها مينس وان الار اس بقى غالباك انه لما قفل كي تو هتبقى ارشان تبقى كام اصلا بنص ار بنص يعني بس شفت سولف تحسب الان تطلع لك الان بكام تطلع لك الان بسيفن يبقى ازل ان هو عايز السنستيفي تبقى السنستيفي تبقى السنستيفي كام مقلوب بقى يبقى ايه على سيفن فتختارها اوان على سيفن جائل تطلع من بعده بيقول لك ايه بيقولك الانجل ان ابوها ابوها تسبح من الان الانجل اوه هتنسى ان وكنه القانونه ايه ايه نا وال فكنت بطاقى مقديقة ايه ايه او الان & انجل لا يعتمد على الانجل الاساسا في طبق العلاقه يقول لك جالفانومتر يستحمل عمل نقطة جملة جديدة جالفانومتر is converted into voltmeter ماشي قانونه ايه ايجي افتح براكت الاجي بكام بزيرو بون زيرو وان الارجي بكام يابني بمية الار ايم بكام يابني بثمن ومية يطلع لك الاجابة بكام يابني 9 volt اللي بعد a voltmeter of resistance كذا ماذا ايه؟ ماذا ايه؟ ماذا ايه؟ it is connected to multiplier resistance رم وقفها الكلام قلت لك يا ستا دايما دايما اي حاجة بتتحطي جنب الملتبلاير باسمها جالفانومتر يعني لو قال لي ايه؟ لو قال لانا عندي حماسة حماسة ده انا حطيت جنبه ملتبلاير حماسة حطيت جنبه ايه؟ ملتبلاير انا مش خصتي بقى مش انا حطيت ملتبلاير؟ اه يبقى لوانا اسمه ايه؟ جالفانومتر طالما انا خطيت ملتبلاير يا جماعة يبقى لوانا اسمه ايه؟ جالفانومتر ايه كان بقى هو بسميه ايه؟ خلاص كان قال لي فولتاميتر هاوصل لنا مع ملتبلاير خلاص مبقاش فولتاميتر بقى جالفانومتر يعني دي رجي و دي فنجي طب تعال نكمل بقى قال لك it is connected to multiplier resistance its measuring range gets increased by 3V ثري فولت ايه؟ ايه؟ ثري فولت ايه؟ طب ايه بقى سهلة القانون الاسهل بتاعها دلوقتي ان انا معي الفولتاجات ايه القانون على الفولتاجات؟ لو انت فاكر لو انت فاكر طب انا احافظ ان Vmax minus Vg على IG Vmax بكام لو انت متسرع او متخلف عقليا هتقول ان Vmax بثري خلي بالك Vmax مش بثري ليه؟ لانه ما قال لكش increase to three وقال لك increase by three هو كام كان؟ six زودت كام؟ ثري ايه؟ يبقى Vmax الجيدة بكام؟ ب9 خلي بالك هو increase by three زودت على اولان ثري كان six زودت ثري بقى 9 يبقى Vmax minus ال Vg بكام اصلا ب6 على ال IG طب من انا عبدالله ما عندش ال IG مش مشكلة مشان عارف يا جماعي من ال IV على R يعني Vg على RG ماشي ال Vg بكام؟ ب6 على ال RG بكام؟ تلت تلاف بس الحمد الله على السلامة طلع كل دا يبعلم على القلم يطلع لك استنى بس بحسبها طلعت لي 1500 اه ماشي اللي بعده بيقول لك ان اوم متر دخلك في دراس ال اوم متر ان اوم متر مالوقة that has a circuit of resistance كذا ايه دا يعني دي بتاعت ال اوم متر نفسه اه يبقى دي ال R device خلي بالك دي بتاعت ال اوم متر نفسه على R device is connected across the resistance connected اه دا في كلمة connected اه يبقى دي ال Rx so it's pointer to effective twice the ratio معاك ال Vb لا خش في التالي فاكر طلع مش معاك ال Vb يا جماعة بخش في القانون التالي بتاع ال اوم متر لو N minus 1 R device ال Rx بكام ال Rx باربعة R باربعة يعني ال N احنا عايزينها minus 1 ال R device بكم يا ابني R بواحد يعني shift solve badly ال N تطلع لك ال N بكام يا كابتن تطلع لك ال N ب5 يبقى ال ratio بتاعت سيادتك ب1 على 5 خلصانة اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيقول لك بيقول لك R1 و R2 و R2 ماتيريال و R2 ماتيريال ماتيريال و R1 و R2 بيقول لك بيقول لك in the opposite figure if the key is closed then the 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 انا لو منك و مكانك اعمل ايه؟ اجيبي الفلتج اللامبة محتاجة وقارنه بالفلتج الجيفن طيب مشان عارف ان البار بيساوي V² على قرر اه البار بكام امية الفلتج اللامبة محتاجه ده اللي حنحن نحسبه خلا لك ما ن Chandlerش بالفلتج ده اللامبة الجيفن يا جماعة، ان هقارن به اصلا الفلتج اللامبة محتاجه عايزينه على 50 اقدر اجيب الفلتج اللامبة محتاجه اهمان فلتج الامر بالضغط 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 الغابة هذا بـ 200 770 الغابة بالضغط والضغط اللونون منحتاج 0100 قبل 25 ف platinum فتنوراتي 10 مت juego هي ؟ لكن لو قدت لها فولتج اكبر بكتر اوي من المنظر ده اللمبر تتحرق يبقى بيرنس اوكي عادي اللي بعدها طبعا حللناها كذا مرة عندك وير بس الاريات بتاعته عملات تتغيره زي ما انت شايف يعني وير تخين وبيخس زي ما انت شايف كده بس هم كلهم سيريس يعني الاريا دي يعني الاريا دي يعني الاريا دي الاريا دي والاريا دي كلهم سيريس القوية هي القاردة احساس قليلا ومتحين rooftop لها الذي في م перем B زوجت القوية Terry ضوية القوية زوجت القوية derecho صبية زوجت القوية وتزوجت القوية وزوجت القوية فلا وانت متسرع ومتخلف تعالCheck قوم كده تعال فيو السرع actively barb to zero extract terug انت كنت مخففظني نقطة ان تفهمها لك ساعتها ان في حال توجود رديس او ديمتر عمله أنر وضعه الاريا فإن تحديث هو الديامتر و أقوم بعمل الاريا لاتريات متأكد چلأ تبع لي من هأسف تتالح المتسر أنه يسألك على الإمكان Amp والإمكانك تتأثر باللمث والأدية والانسات في شبط الوقت بتقسر الذي يتقسر بالأنسية فقط الانسية مهما الانس تغيره وبما تغييرت الانسية تقسر الانسية اللي بعده بيقول لك إيه؟ A wire of resistance R and another of similar length يبقى الانس هو هو and material وماتيريال هي هي يبقى length 1 بتسوي length 2 وresistivity 1 هي هي resistivity 2 ماشي وقال لك but of diameter equal two-third the diameter of the first يعني diameter الثاني two-third ديامتر الاولاني ماشي so is the resistance of the second wire طب خلاص مش دول two wires اه ريش التوارس كنا بحلقة ازاي R1 على R2 بتساوي R1 على R2 L1 على L2 A2 على A1 بس هنا هو قال لك ايه؟ قال لك ان هما same length and resistivity فهاشيل للresistivity وهاشيل لللنس ماشي تعال نعوض الريزيستنس رول اسمها ايه؟ R1 الريزيستنس التاني عايزينها بالنسبة للاريات عبدالله preliminary لا امعار اه крال نعم ردس او ديامتر بتساوي ورد علي الريزار بمواطن وanish specific Pew هو الجشر سه sulf Stand وفكر وا VIDEO فأنا رد علي الريزار البس قول لك كامر سوضح الرادي الاريا لو اعتنسى. فلو انا هشيل الاريا 2 عشان احط ديامتر 2 بس لازم اعمل له باور ايه? باور 2. فيما هشيل الاريا 2 دي وحط 2 على 3. بس باور 2 واريا 1. وتحت اريا 1 زي ما هي عشان اطير الرموز دي مع بعض. واعمل تطلع لك كام تطلع لك ده ايه? 2.25 بار. اوكي. اللي بعده. اي زادت فالار لو انت متتسرع ومتخلف فتقول لي عبد الله ما قد تزي الار تقل. تتخله فاخلي. لان الار تؤثر على الار والفي والاي ولا تأثر بيهم. الار تؤثر على الفي والاي ولا تأثر بيهم. مش الار بيتساوي في على اي? اه. فلو انت فاكر الار تؤثر عليهم وما تتأثرش بيهم. يعني عندما يزياد الار تبع اخر الار ت بنوعه. بيقول لك ايه? an electric current of intensity. ولكنك اكتب معلمه كيف حولك حولك الوصف ويقوم بسقطتك الوصف وقوم بسقطتك الوصف وقوم بسقطتك الوصف هذه الجو مستعدة هي مستعدة الوصف 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 هو مفروض مالك نعم نعم الطب طب الطب 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 حالك طب اي ببطير فكي الار التفك ايه الار تتفك في الانس على ايريا اعوض يبقى اذا قدر اقول ده الاي ما يبقى بهذا المهار 0.05 الانس ببطير الاريا ببطير 7.1 وكوان مش هتتحول 0.1 يبقى التوقع على هذا النتج يبقى 2 ملتبلاغي 0.05 ملتبلاغي 10 over 0.1 هو بتلاقي 10 10V ماشي كلام جميل بيقولك ايه بيقولك 2 metallic wires of similar material خلاص similar material by resistivity constant ماشي the first of resistance R عادي the second wire has length تركز معا عشان طلع given the second wire has length double the first يبقى second wire اللنث بتاع التاني double اللنث بتاع الاولاني ماشي the second has area half of the first يعني area التاني نص area الاولاني so the resistance of the second wire اعود يا كوتش عايزين ايه عبد الله عايزين سلامتك R1 على R2 R1 على R2 equal R1 على R2 L1 على L2 A2 على A1 يلا سم material ريزستانس الاولية اسمها ربو احد عايزين بقى ريزستانس التانية هنشيل مين؟ هنشيل انسى 2 خلي بالك لنسى 2 اثنين L1 وحط 2 L1 يبقى نشيل انسى 2 من تحت وحطه 2 L1 وهو هتنسى انه بغير واحدة واثبت التانية عشان اطير مع بعض ملطب لي حنشيل area tool نحط نصف area 1 خلاص نحط نصف area 1 على area 1 ليه؟ عشان area 1 تروح مع area 1 بس حطهم على الالة تطلع لك دي تنزل تحت طبعا انت هتعمل shift solve هتعمل shift solve ازاي بس اشتخله في العقل يعني ده 1 وده R2 ده هتفض المكان 1 ده هتفض المكان 2 multiply ده هتفض المكان ونص 0.5 ده هتفض المكان 1 خلاص؟ فانت هتعمل shift solve وتطلع لك تطلع لك يا ابني والناد تطلع لك 4 ماشي اللي بعده conductor سؤالنا انت يا جماعة a conductor of 20 ohm مديك ال R carries current of 1 ampere and then as if the current increased to 2 ampere resistance a lie يعني current current 1 بقى 2 يعني current زاد للدبل لما current زاد للدبل ال resistance اللي ايه فلو انت متسرع ومتخلف عقليا تطلع لك 20 تبع عشرة يا جماعة ال R تؤثر على V و I ولا تتأثر بها الله يرضى عليك يعني ال I زادة R سابتة يا جماعة ال R سابتة هتفضل بعشرين برضو اللي بعده بيقولك يا معلم in the given circuit the flow of electrons is from A to B يعني الالكترونز ماشي من ال فين؟ الالكترونز ماشي من ال B كده دي انتجاه حركة الالكترونز than the positive terminal of the source خلي بالك لو انت متسرع ومتخلف تقولي خلاص عبدالك current ماشي كده لا يا جماعة اوعى تنسى ان احنا عندنا real current و traditional current هو بيقولك الالكترونز ماشي كده فده real current الريل current يمشي كده يبقى ال traditional current يمشي ازاي ال traditional current لو انت عانا ام مشي عكسه يبقى ده الاي فال traditional current ماشي كده مشي كده يبقى اذا انت مش انت عارف ان ال current يطلع من positive A يبقى ده بويتف وده ال negative يبقى ده هي الايه ال positive خلاص يا جماعة فهو متديك الالكترونز بس انا اشغل بال traditional عكسه فال current يطلع من ال positive بول بقى اللي بعده بيقول لك يا معلم بيقول لك Is Drone Uniformly الله درون دي كلمة من الكلمات خالصانة طالما كلمة من الكلمات تشتغل براشيو الوائر اللي فيها كلمة من الكلمات اللي هي R1 على R2 equal L1 على L2 all power 2 أو Area 2 على Area 1 all power 2 أو Radius 2 على Radius 1 all power 4 أو ديامتر 2 على ديامتر 1 all power 4 طب يلا تعالي نشوف هو إلي مين عشان يشتغل عليه قال لك Drone Uniformly to Decreasing its Area جايب لسيرة الاريا يبقى يشتغل بالاريا يبقى Area 2 على Area 1 all power 2 ماشي الاريا قالت للنص خلاص طب تعالي نعوض يا عبدالله الاريا قالت للنص طيب Area 1 بكام دايما دايما الأصل بتاعك 1 لو انت فاكر في مساء الرشيو دايما دايما الأصل بتاعك 1 يعني Area 1 بكام بوان دايما دايما المصر بتاعك 1 يعني Area 1 بكام بوان Area 2 قالك انها قالت للنص با Area 2 كام بنص عادي بس All power 2 طب تعالي نشوف الاريزيستانت دا قالك بعدما الarea decreases to half its resistance becomes راكز وبعدين its resistance becomes 40 ohm يبقى دي أرون و الأرطو هو قال لك الresistance becomes 40 ohm يبقى دي أرون و الأرطو دي أرطو طبعا قال لك الresistance بقيت باربعين يبقى أرطو بكام باربعين خلاص شفت صور فهات أرون خلاص يا جماعة تطلع لك الأرون بكم بقى بعشرة خلاص فده كلام جميل جدا 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 ومتنساش حاجات ريشو الوان واير دي تحلها بالهداوة السؤال اللي بعده يلا طبعا يا جمال لو نسريح شوية انت ممكن تبطل الفيديو بس تعتقد اني مش ريح قوائعا وبعدين انت تعودت انت مفروض بتاخد معي من زمان الزمان اه in the given circuit if the current intensity passing through the five 5 ohm 5 ohm هي تحت هي current 5 ohm is 3 over 8 ampere يعني current المعدي هنا كده 3 over 8 ampere طبعا رقب غريب بس عادي then the voltage between x and y الله عايز الـ voltage من x و y طبعا عبدالله هو ان عشان اجيب الـ voltage من x و y همشي من فوق ولا همشي من تحت ولا اخد الجروب الله مش ذو الـ parallel اه وانتعرف ان في الـ parallel voltage constant يعني لو جبت الـ voltage من فوق هو هو من تحت وجروب كله خلص انا طب ما اشتغل من تحته خلاص يبقى الـ voltage يا جماعة من x و y اشتغل من تحت هنا كده IR انا اشتغل من الـ branch اللي تحت جماعة الـ i بكم بـ 3 على 8 طب والـ r بتاعت الـ branch اللي تحته بكم بـ 8 اللي هي 5 و 3 يعني 5 و 3 خلاص تطلع كم تطلع 3 3 volt صباح الفل اللي بعد شاهدت صلصال ازاي بنسخن بيقولك في الـ key فين الـ key فين الـ key لما قفلنا الـ key انا مش هكمل قراية لانا انا اقفل الـ key انا اقفل الـ key ماشي طيب مش دول انبر هي resistance كم يعد تانية دي resistance تانية بـ 30 و resistance تعتك بـ 60 لا ركز معي دي بكام 30 و دي بكام 60 30 اقل من الـ 60 بمرتين 30 اقل من الـ 60 بمرتين يبقى current بتاع 30 اكبر من الـ current بتاع 60 بمرتين عشان الـ i و الـ دواني يبقى current اللي هنا تو يبقى i total بـ 3 ماشي كده انا جبت الـ i total بـ 3 فلو اعز اجيب الـ battery الـ VB طبعا مش هتعرف ان الـ VB يا جماعة هي الـ V total A اللي هي i total or total ماشي الـ i total بكام بـ 3 الـ R total هو ما فيه شغل resistance دول ودول اصلا برعل اللي هي تعملها 60 60 60 بوي 30 على 60 خلاص تطلب الكام سيبقي 60V إذا أعطي الاساس بالفئة بي 3 ب60V الوكيد يقولك من أول هنا الوكيد تجميل إلى الوكيد ثم أولا تتعود إلى الوكيد أين الوكيد؟ نفتح الوكيد لو أبتح الموكيد بإعادة السلكل نفتح الوكيد هو عايز الوتينشيال ديفرنس من البي هتقول لي يا عبدالله طب ما نشلت السلك لا ما اخلي بالك الرجل بيقولك كأنك عندك فلتوميتر من البي هنا اه هو مش تشال هو الكي اوبند اه طب استنى بس نمسح الشاخبطة عشان يشرح لك حتة مهمة جدا نمسح الشاخبطة بعد اذنك وافكرك بحتة في غاية الاهمية يلا وصل لك هنا الفلتوميتر ثاني وصلنا الفلتوميتر حطينا الفلتوميتر هنا يا جماعة من البي ماشي ايه و هتنسى ان كان في نقطة في غاية الاهمية ايه هي ماينفعش الفلتوميتر يبقى حوالين كي اوبند ايه ماينفعش الفلتوميتر يبقى حوالين كي اوبند كان لازم يتنقل لو الفلتوميتر حوالين كي اوبند ما كانش يقرأ يا لا كان لازم يتنقل حدد نقطة يا تلبي ايدي حدد نقطة يا تلني حدد نقطة يا تلني حدد نقطة يا تلني اتحديدتهم اه اتحديدتهم من احيث السلك الفاضية ماشي وديه من احيث السلك الفاضية السلك الفاضية بتعديه فين؟ اي زينو جات هنا صح؟ اه السلك الفاضية بتعديه فين؟ اي بس هتجي تقف هنا طيب عادي لما اجي وصل لما نجي نوصل كده يا جماعة طبعا بقى ده المكان الجديد للفولتميتر ماشي بالورنج تعال نحل هنا بقى سيكون الفولتميتر هنا حوالين بهذا الحلل البتري دي صح؟ انه مصنع 30 طب عندما تكون الفولتميتر حوال البتري دي طب هل اسفلين هو مصنع نحن فية اي افتح بأتر نحن بقى u بس اتحديدت دعيب لك يا كوتش ماذا؟ هسه اتحديدتها بتاع البتري كده بزيرو فاكس ايضا اتحديدها بزيرو الهاتحديدتها بمشنع 30 شخص عادي لكن تحديدت من القوانات يعني الاختة بزيرو فتفضل V equal A VB الاب cam 60V خلصانة لان نقول ثاني نقول ثاني يا جماعة دلوقتي انا اشتغلت الاول والكيك لوزد لما اشتغلت والكيك لوزد ديب 60 و ديب 30 هنا الكرانت بواحد يبقى اثنين عشان يتخلها الكرانت كبير فالكرانت كان باثنين يبقى total بثلاثة فلما total بثلاثة جبت VB ال I total بثلاثة وال R total داف داع عدده البيع بلاس تطلع 60V كنا اجبت ال VTWATER ال VB ب60V هذا هو ال key closed هو اريد ان نفتح ال key و اضع ال voltmeter كما اريد و اضعت ال voltmeter لكن لا ينفع ال voltmeter لابد ان يتنقل لها و اضعت ال resistence و اصلت ال voltmeter حولين باتاري و resistance و VB- IR IR plus R لكن اضعت ان اتنسى و اضعت ال R صغره ب zero لان اضعت ان اضعت فاكس ال R ب 30 ال I المعدية هنا لا يوجد ال I المعدية هنا ف ال I المعدية هنا ب zero ف ال V تسوي ايه VB بس 60V كلام جميل المسألة اللي بعدها بتقول لك يبيع معلم المسألة اللي بعدها بتقول لك The reading of voltmeter is ال voltmeter بيقرا كام صلب على النبي علي افضل الصلاة والسلام زين نبي كمان صلب علي افضل الصلاة والسلام وحد الله لا لا إلا الله خلي بالك يا كوتش هذا الفولتومتر حاولين ايه حاولين امتر الفولتومتر حاولين ايه حاولين امتر و احنا خدنا في شابتر 2 ان resistance امتر بتتعمل ازاي resistance امتر بتتعمل كده نجيب جالفانو و نوصل معه shunt resistance وهي تكون صغيرة اوي وبالتالي لو انت فاكر برضو ان ال R total بتاعت الامتر تكون صغيرة اوي فال R total بتاعت الامتر ايه؟ صغيرة اوي فلما تبقى ال R total بتاعت الامتر صغيرة اوي 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 مفيش voltage يدعقك اوه فطالما ال R تبقى ال R تبقى اوي مفيش voltage تبقى هنا و هي جمعها الفولتومتر بقى والفولتوج اللي بيضيع في ال RESISTANCE طب هنا اوي 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 فالفولتوج اللي بيضيع فيها اوي 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 و بالتالي ال reference اللي بيضيع في الامتر ايه؟ ايه؟ انتأك وبركة تحتطر وتجلب .. وانتأ hàng تحسب فى الايتوطل czy current التى في المنطق يرضى عليك ركز معها 3 ثواني سوف أمدك الـ voltage بتاع النوطة بـ 20 و الـ voltage بتاع النوطة بـ 5 و هذه الـ Earth الـ voltage بتاع الـ Earth تحفظه بـ 0 ماشي بس دعي بالك الـ key أصلا كان أبن ماشي فأنا لازم الأول أن أجلب الـ current و الـ key أبن لأنه قال لك إيه؟ if the key closed هو قال لك إيه؟ if the key closed صح يعني هو أصلا كان إيه؟ كان open يبقى لازم أفتح الـ key واشتغل و الـ key open طبعا يا جماعة إذا اشتغلت و الـ key opened يبقى السلك ده موجود ما هو ده كده كده open لأن الحتة دي مش موجودة يبقى ده اللي موجود خلاص تعني نجيب الـ I في الحتة اللي ايه؟ الموجودة دي الـ I بتساوي V على R يبقى الـ I بتساوي الـ R اللي في الحتة دي بكام؟ 246 طب الـ V هاخد الـ V هاخد الـ V بـ 5 اوعى تنسى ان الـ V اللي في فوق دي اسمها potential difference يعني هاخد الـ 20 ولا الـ 5 ولا اللي ضاع بينهم اللي ضاع بينهم اللي هو الـ 15 الـ difference خلاصانا تطلع لك الـ I بكام؟ تطلع لك الـ I 15 over 6 تطلع لك 2.5 فتلعيت لك ان الـ I اللي ماشي هنا يمعلم 2.5 أمبير يبقى الـ I اللي ماشي طبعا نتكرنت بيبشي من الـ high voltage يبقى الـ low voltage يبقى الـ current اللي ماشي هنا بكام؟ بـ 2.5 أمبير ماشي استفدت بايه؟ استفدت ان انت تقدر تجيب لما نقفل بقى الـ key لما نقفل الـ key هيكون الـ branch ده موجود عادي صح ما لقفلت الـ key اه يبقى ممكن نجيب الـ voltage بتاع النقطة دي ازاي؟ هاتلي الـ voltage اللي ضاعها جوا الـ resistance الأول هاتلي الـ voltage جوا الـ resistance دي ولا اي حاجة الـ voltage اللي ضاع جوا الـ resistance بكام IR الـ i بـ 2.5 والـ R بـ 5 مش الـ i بـ 2.5 والـ R بـ 2 سوري انا اسف يا جماعة الـ i بـ 2.5 والـ R بـ 2 تطلع لك من اللي ضاع في الـ resistance 5V هي كانت كام؟ 20 بقى كام؟ 5 يبقى البقى هنا كام؟ 15V طيب خلاص مش انت عايز الـ i في الـ key اه يبقى الـ i اللي معدية في الـ key يا معلم بتساوي V على R 15-0 يعني 50 و الـ R بـ 10 تطلع لك الـ i بـ 1.5 حبها مش موجودة تاني كده سننا حسبت حاجة غلط ولا دي المفروض هو 1.5 ونكتبها غلط تعال نشوف تعال نشوف تاني بسرعة بس هي غالبا أنه يقف بسرعة تعال نتأكد لو تعال برضه 1.5 يبقى تعال نشوف تاني تاني حالناها ازاعي ركزوا مع رجالة ركزوا مع دانية حلات تانية عشان عارف ان هي رخماة شوية فالناس ممكن تكون موجودة قوي هو قللك إفذكيي كلوزي وقام كامل لما الـ key بـ到be بنشيل السلك الـ key حسنا اشتغل الوقت الـ i في الـ branch الالي فوق الـ i في الـ branch الى الـ r الار في البرانش الفوه ده بستة الفي بيعشرين او بخمسة او بلدفرنس اسم بوتينشيال دفرنس فكانت بخمسة او بلدفع بخمستاشر تطلع لك توب وينت فايف امبير يبقى الاي بتاعت سيادتك توب وينت فايف ماشي كده صح ما احنا فاتحين الكي يبقى ده كله كده بتوب وينت فايف امبير حلو حلو طب مش انا اعافل الكي اه طالما انا اعافل الكي بوينت نايس في هي بقى السلكة موجود احنا ده فانا عايز نقطة بتاع نقطة بتاع بداية السلك مشmuş ده نقطة دي يا فانا ما عايز بداية السلك اه طالما عند نقطة دي بداية السلك فانا عايز احنا ال tecnologia بتاعها خلاس هو ال Voltage 하나 ما كان بكام؟ باعشرين ضع في ال resistance قال ان car resistance ده للげaktive لديها فى resistance إي ار 2.5 و الار بيكام vitamin 2 ضعف ال resistance خمسة فولت هو كان كام? عشرين ضياطي قام خمسة اتبقى هنا كان 15 فولت خلاص رجع لي بقى بعد ازنك الكي هنرجع الكي رجعنا كل حاجة تاني رجعنا الكي تاني اقفل لي بقى بعد ازنك الكي كلوزد لما نفل بقى جماعة الكي بالمنظر ده عايزين بقى الكرنت اللي معدي جواه خلاص طب ما الاي بتساوي V على R الاي اللي في البرانش ده عايزينه الاي بتساوي V على R ال R بتاعت البرانش بعشر اللي في بقى هو كان خمستاشر بقى بزيرو بقى ضيعت الخمستاشر يطلع لك الاي اللي في البرانش 1.5 امبير 1.5 امبير مش موجودة يبقى خلاص يلا بيقول لك in parallel in parallel lamps connected 25 وات يبقى عندك شوية لمبات البار بتاعهم بكام البار بتاعهم 25 وات وهم هم يتوصلين اي امبير with 110 volt يبدال الفولت ال BLG بتاعتهم the largest number of lamps اكبر عدد ممكن من المبات كذا اعمل ايه والله يا كزا طريقة حل يعني انا ممكن مثلا اعمل يا جماعة اجيب ال i بتاعت كل لمبة اجيب ال i بتاعت كل لمبة وبعدين وانا معي ال i total لما اعمل ال i total على ال i بتاعت كل لمبة اجيب عدد لمبة يعني ايه دي طريقة حل احلا كزا مرة تعلم مثلا بشان اعمل يا جماعة البار بتاعت المبة 25 ال i عايزنا بتاعت اللمبة عايزين ال i بتاعت اللمبة الوحدة الفولتج بتاعت المبة 110 اقدر اجيب ان ال i بتاعت اللمبة الوحدة بكام ال i بتاعت اللمبة الوحدة هتطلع 0.22727 ماشي خلاص امش انا عايز انا عايز ال i total بخمسة خلاص يبقى اعمل 5 over total على الوحدة يعني اعمل total على الوحدة الوحدة خلاص يبقى total 5 over answer طلعت لي answer يعني 22 لامب بالزبط خلاص اخطر 22 مش عايز احلا كده في حال تاني عادي جدا ممكن احلا بطريقة تانية خالص يا جماعة ان اعمل ايه معها الباور والفولتج اجيب resistance للمبة خلاص بشان اعرف ان البار بيساوي v square على r اه البار بتاع اللمبة كان ب 25 وعشرين الفولتج بتاع اللمبة كان ب 100 10 square هذا ال resistance اللمبة الوحدة shift solve تطلع لك resistance اللمبة الوحدة ب كام تطلع لك resistance اللمبة الوحدة لحزة واحدة اجيبها resistance اللمبة الوحدة ب اربعة تمانية اربعة اوم كده انا جبت resistance اللمبة الوحدة ماشي طب انا في نفس الوقت يا جماعة معي برضو v total ما هو ده كده كده كلهم برانيل طب انا معي v total و i total طب انا ممكن اجيب r total اللي هي v total على r total v 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 total ماشي ما تحرحش تختار ايه ده بس انا جبت الر total والر بتاعت اللمبة طب هم متوصلين سرية السؤالة باريل طب مشان عارف يا جماعة ان القانون بتاع الر equivalent equal الار equivalent equal ايه هو ر على ان طب الار اكوفلانت دي هي الر total v total اللمبة الوحدة بكم باربعة ثمانية اربعة لما الوحدة باربعة ثمانية اربعة على ان شفت هات الان ليطلع لك برضو النمبر بكم 22 برضو زي ما هو بزم كلام جميل السؤال اللي بعته بيقول لك ايه وين عندك رسمة طبعا بيقول لك وين مطلب 0.4 بازثرو اه بوينت ايوا طبعا انما كلهم سريس اصل فالقانة اللي معدد هنا بكم بزيروا بوينت فور امبار ماشي بيقول لك هذا الهاتف من X و Z و Y يعني الهاتف من Z لحد Y يضع بكامل 40V طيب ما لو ممكن اقول ان V تساوي IR لكن V من اين لفين من زد Y equal IR الفي من زد Y يضع بكامل 40 I هو من دلك بكامل 0.4 R من زد Y تشغال من زد Y بس R من زد Y بكامل عبارة عن 2R plus 25 من زد Y يا جماعة 2R plus 25 عشان سيريس ماشي شفت السولفر ممكن اجيب الر تمام تعال انا عمله شفت السولف ونجيب الر خلاص تلقيت لي الر ب37.5 Ohm دي انهي الر الر اللي هي يا جماعة عادي ماشي كان اجيبت الر I هو بقى عايزة عايزة من X Y تعال بقى باللون الاغرانج من X Y اه الر عادي الر عادي يعني نفس 0.4 الر بقى من X Y بس الر من X Y اه من X واسمها R برضو لان اصلا اجيبها بكام نفس الر اجيبها بكام 37.5 و اجيبها بكام فالI 0.4 و الرزيستنس هي 37.5 و طلقت لك 15 فولت طلقت لك اللي بعده بيقولك يا معلم بيقولك افلنا الكي هايزيد ولا يقيله ولا متغيرش بقول لك ايه تعال نحل المسائل البرائت نزيجا معها زيما كنت انا بحلها بتشغيل دماغنا كده قال لك ايه في الكي هو انا لما اقفل الكي امعلم لما اقفل الكي المسائل بقى فيها بارل و المفاش في البرال رميرل i هيا رميرل او هم أم الفي bize فتتترم م Stack أي مسئلة مpasواتش اكلم يجب الباب يجب الباب الار الار و باب تزيد الباب تزيد باقي اللي في البراليل يقل ثانيا قالت If the key closed فالمسألة بقت براليل عندما تبقى براليل R total تقل فالـ total تزيد الر total تقل فالـ total تزيد عندما الـ total تزيد المسألة بقت فيها حتى series وحتى براليل أي مسألة من غير أركام فيها حتى series وحتى barallel يجب عليها الفولتش اللي حصل في series الاول والبياقي في البراليل هذه الفولتش اللي في series IR الرثابة والـ I تزيد فالـ voltش اللي في series يزيد يقل. هو عايز بقلبة ايه اصلا؟ اللي هي في سيريوس اصلا؟ اللي هي هات ايه؟ هات ايه؟ ماشي. اللي بعض. بيقول لك ايه؟ الله خد ايه وتستنى. بيقول لك ايه؟ سأقوله انا هندرت. بيقول لك عندك 5 identical resistors. كلهم resistorات قد بعض. ماشي. so the resistor that consumes the greatest possible power. اكبر باور يديع في انهي resistance. على بقى انشغل المكنع بالهداوة. بالهداوة بقى كلهم زي بعض. ماشي. موسي معلم. الكارنت اللي داخل هنا. ماشي. ولي يكون مثلا هو باي رقم بستة. امبير. طبعا ايش محتاجة ان احنا نفعل ارقام بس يعني عشان تبقى اسهل. هيجي ان يحصلوا يتقسم صح؟ ثلاثة وثلاثة. وبعدين. طبعا انا اجبها بالمناسبة او انا افكر ازاي بس. بشان انا اريز اكبر باور. اه. بما ان انا اريز اكبر باور والresistance كلها متساوية. فانا اجيب اني resistance جواها اكبر اي. اجيب اني resistance جواها اكبر اي. والresistance اللي جواها اكبر اي. يجب جواها اكبر باور. ماشي. طبعا تلاتة وثلاثة. وبعدين الستة جمع اينا تاني. بقوا ستة. وبعدين تقسموا ثاني. ولكن القر لتحت. اكبر من اللي فوق بمرتين. يبقى القرنت اللي تحت. اقل من اللي فوق بمرتين. القرنت اللي تحت اقل من اللي فوق بمرتين. و انا اخذ جزء يأخذ جزءين و اخذ جزءين يبدو ان اعز سيقسم الكرنت على كم جزء? علي تلات اجزاء وهذا جزءين و ده جزءين و ده جزء مو ده جزء الكرنت اصلا بكم? ب 6 و 3 يسوى 2 الهجمي يأخذ كرنت قليل يعني يأخذ 2 أمبر و الهجم يأخذ كام? أكبر كرنت اعدل فأني وحدة فيها يبت ترحيل خلاص ؟ اخذ نوع إذا كلمة من الكلمات يبقى R1 على R2 equal L1 على L2 all power 2 أو R1 على R2 تساوي L1 على L2 all power 2 أو area 2 على area 1 all power 2 أو radius 2 على radius 1 all power 4 أو radius 2 على area 1 all power 4 يقول لك where compressed so that it's radius يبقى قانون radius radius 2 على radius 1 all power 4 ماشي نعود باللون السهود دايما دايما الاصلي بتاعك يعني around 1 radius الثاني قال لك radius increased by 30% زادت 30% اللي هي 30% على 100 اللي هي 0.3 فلو انت متسرع ومتخلف هتروح تحط بكالرينيس 2 0.3 خلي بالك هو قال لك increase by 0.3 زاد ب 0.3 هو كان كان 1 زودتنا 0.3 بقى كام 1.3 square sorry power 4 خلاص تطلع لك الإجابة كام لحظة واحدة تطلع لك الإجابة 1.3 ثواني power 4 طلعت لي بالنتج الغريب ده 2.8 5.6 1 ماشي طالعا بنتشوف وعيز اه هو عايز رزيستنس الوائر يحصلها ايه يعني هو عايز R2 طالعا ما عايز R2 اشيقلي بالنتج مش النتج ده over 1 لو انت فاكر نتج ده over 1 طب مش عايز R2 اه يبقى R2 بيتساوي يعني 1 over answer طلعت لي 0.35 امين الحمد لله اخلاص هو عايزها percentage امين 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 لو انت متسرع ومتخلف هتعمل كده وتختار 35 تتخلف عقلي ليه؟ انت جدت R2 بقت بكام تركز يلا انت جدت R2 بقت بكام يا متخلف انت لما جدت R1 على R2 وشكلتها انت جدت R2 هو عايز R2 ولا عايز resistance decrease the by كام قلت بكام هي كانت كام دايما دايما الاصل بتاعك 1 ايه؟ دايما الاصل بتاعك 1 يعني R1 كانت بكام 1 بقت بكام 0.35 كانت 1 بقت 0.35 يبقى انا قلت بكام يبقى اذا انا decrease by 1 منس 0.35 تطلع لك 0.65 لما تعملها بقى في 100 تطلع لك 65 تاني يا جماعة ومت بتحلل لو مش عايز تسروا ايه؟ ايه؟ انت جبت R1 على R2 بالنتج ده بس هو عايز R2 بنفسها شقلبته انت جد جبت R2 ومش عايز R2 هو عايز resistance decrease the by كام مش decrease the 2 كام يعني قلت decrease the 2 كام لو قلت decrease the 2 كام قلت إلي كام قلت إلي 0.35 موديل R2 قلت إلي النتج ده خلاص بقت بكده يعني أو becomes النتج ده خلاص لكن هو عايز قالت decrease the by كام فطالما هو عايز decrease the by كام باية قالت ب كام يا كانت 1 بقت 0.35 بقلت ب الباقي 0.65 وضربها في 100 ماشي اللي بعده يلا جماعة هاني بيقول لك ايه if lamp x is gone out يعني اه 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 اتحرقت ماشي فين لمة اكس دي اهي احرقها طبعا لما لمة اكس تحرق اللي جمعها برطة حرق عشان serious معاها يبقى كام لما بس اللي هتنور اثنين ماشي سهل جدا اللي بعده بيقول لك ايه in the given circuit the reading of ammeter A3 is noot The reading of ammeter A1 فين A1 اصلا او ده A1 يا جماعة فين A3 اهي طبعاıyorum عمش الR يقدي الR يقدي الR اوه يبقى الI اوه يقدي الI اوه يقدي الI اوه يقدي الI ماشي يعني لو ده 1 أمبير وده 1 أمبير طبعا اوه يقدي الI يقدي الI يبقى الI total اللي هتخرج هناك هان ثري طبب ماشي عايز اميتر ثري اه يا امتر ارى واو ده و ده ارى كام 3 يبقى ارى 3 و ارى 3 هي ايه تاني اي عبدالله شمعنا ارى واو انا عادي اعز افرت نواتج اخرى عادي عم افرت اي اركم وتواجعش دماغي تحل لنفرت اي اركم انت عايزة ايه مش الار قدي الار قدي الار اه يبقى ال اي ادي ال اي ادي اي تو و تم و تم يبقى هيتجمع وبخرج هنا كام خلالك الماء الامر و التو جمعه كلهم يخرجوا هنا صح اه ايبوب كام سيكس طيب اواجز امتر ثري على امتر ون امتر ثري ده ارى كام امبر ارى اثنين امتر ون ده ارى كام ستة بتطلع برضو ون اوفر ثري الان ليس زن ون ماشي اللي بعضه يلا بيقولك ايه معلم سؤال مية واربعة بيقولك ايه ماشي 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 يا عبدالله الكلام ده سهل قوي انا مش يا جماعة الغرض ان انت تحل حاجات صعبة وحاجات سهلة انا متنسى هتلاقي حاجات صعبة ايه ده بس ايبا ازن لو واحدة فيهم 1 يبقى ماشي 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 مدين ايه مديني ايه مدينيك ايه 2 اوم مديني كمان ان الكرنت الى فوق ده 2 امبار اوه ماشي ماشي مشي ماشي مماشي ا ايه ايه المصدر ايبا الو ايبا اعرف اي 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 نجيب الاي اللي تحت تطلع لك الاي في على ار يعني 12 على 4 تطلع لك 3 امبر يبقى الاي اللي ماشي تحت 3 امبر يبقى الاي اللي جاي من برا هي تقسم 2 و 3 يبقى هي كانت 5 امبر طب مشان عارف يا جماعا ان ال V بتساوي I R اه اه انا عايز V total ايه من X لحد Y عشان نجي الرسمة كلها يبقى الاي توصل بخمسة طب وال R total بقى افتح براكد بقى دي serious بثنين بلاس دول برا للمع بعض 6 باي 4 على 6 بلاس 4 تطلع لك كام تطلع لك تطلع لك 22 فولت خلصان اللي بعده بيقول لك ايه if the then on closing the given circuit ماشي then displace the slider from point A to B تطلع لك من A to B ردنج بتاع الفولتومتر يحصل له ايه طيب هبصنا نفكر ازاي جماعا هو الفولتومتر مبدان برأي IR الر سابتع فلنف تفكير كله في ال I بصنا نفكر ازاي ماشي تفكير كله في ال I اللي تطلع لك من A to B هو كان عند ايه صح؟ اه وهو عند ايه؟ يمشي زي بعد ازنك؟ باللون البنت يلا وهو عند ايه؟ ماشي 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 هبا هيعدي في ويخرج ده وهو عند ايه؟ يعني هو عند ايه عدع ال resistance بس ماشي طيب لو انا عايز الغي واشوفوا هو عند بي وهو عند بي نمسح كده السهم ده الأصفر ماشي وهو عند بي بقى تعال نشوف هاتو عند بي كده باللون الزرق ده جماعة؟ اه اه ودينا عند بي وهو عند بي بقى باللون الزرق الكرة انت هيمشي برضو ويعدي هنا الاول كل وبعدين يطلع يعني وهو عند ايه؟ عدع ال resistance وهو عند بي عدع ال resistance يعني لما تحرك من ال بي ال R total حصلها ايه؟ زادت فال I total يحصلها ايه؟ قلت فلما ال I total تقل الفوتوميتر برضو ايه؟ يقل يبقى اذا ايه due to increase of total resistance اهي دي choice C يا جماعة ماشي 107 بيقولك ايه؟ بيقولك بيقولك in the given circuit on opening K فتحنا الكي ماشي total resistance of 7 ohm ماشي then on closing the K the reading of voltmeter طب يلا بيقولك وانا فتح K R total وانا فتح K وانا فتح K طيب افتح K لما فتح K بعمل ايه؟ بشيلي السيركال لفيه K بشيلي السيركال بعد انك احضر شيلنا السيركال ما ايشي وبعدين حل طبعا يا جماعة بالمنطق يعني انا فتحت ذا فهو مدك R total عشان نجيب R الورا اللي هي الدني اللي انا علمت عليها طيب امشي مع الكارنت كده يلا امشي مع الكارنت يلا امشي مع الكارنت وانا احصل له هيتقسم كده وكده ماشي ده ماشي كده امشي افضل ماشي اهو صح موادات الشلبة ماشي اهو اهو وده برضو جهنة طلعوا برا هم الاتنين تاني استناعملها الوان مختلفة بسه عشان ما اطلع بطش تاني عنمسح هل قسم الحمراء دي كل كده عشان ما اطلع بطش اهو 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 ماشي ماشي هنشلنا البرانش اللي فوق ماشي تعال نعمل مثلا ال اي توتل باللون اللي احمر عادي ال اي توتل جاي من هنا ماشي هتجينا بقى عند النقطة يتقسم واحد فوق واحد تحت اللي فوق او بالورنج اللي بالورنج يفضل ماشي هيخش كده لا تتشال هيخش كده ويخرج طيب هنعمل واحد بالبينج اللي هو ده بقى ما هو تقسم بنك بالورنج او بالبينج البينج يفضل ماشي يتقابلوا ويطلعوا صح اه انطبعا تتطلعوا يجوم هنا هه ماشي يبقى اذا يا جماعة الارتوتل ب7 صح اهو طبعا انا ممكن اجيب الارتوتل من الرسمة طبعا عادي هتجيكد الارتوتل من الرسمة الارتوتل اصل ب7 ها ماشي هتجيبقى من الرسمة طبعا يا جماعة الورنج كله مع بعضه يعني 6 و4 و2 الورنج بارل مع البنك لان المالكران تتقسم للورنج و للبنك فاذا الورنج بارل مع البنك الورنج ب12 والبنك بR يبقى اذا 12 by R على 12 plus R اوقع تنسى الجنب الباتاري سيريس مع كل اللي يطلع كل ده بس كام؟ كل ده بلس 3 shift solve تجيب الR تطلع لك الR بكام بقى استنى عملها مثل shift solve بالزبط 12 12 استنى 12 by R على 12 plus R shift calc equal طلقتني الاراية اللي انا مش عارفها دي ب6 ohm خلو اصيب انا ممكن اضع مكانة 6 ohm ممكن اضع مكانة 6 ohm ممكن اضع مكانة 6 ohm 6 ohm حلوة جميلة لطيفة هنقفل بقى الكي ونشوف الفولتمتر هي اراكان ركز بقى معايا بعد اذنك او الاراية بتاعته تزيد ولا تقل لما انافل بقى الكي هنرجع السلك رجع بقى السلك وتعالى نشوف ايلا هيحصل الكي closed بقى اهو قفل بقى الكي امشي بقى الكارنت تانى الكارنت هيطلع من هنا صح؟ اه يتقسم نفس السامين الارانج والبنك الارانج هيمشي هيجي هنا بقى يلاقي سلك فاضي فهيدخل في الفاضي طب ما دا كامل ماشي لا برضو سلك فاضي فدخل في الفاضي وبعدين هم الارتين يمشوا كده يبقى اذا لو كي closed كل دا يتلاغي كأنك شغال في المربع السغنان دا اتقسم كده وكده سلك فاضي وسلك فاضي وطلعه بره وبالتالي وبالتالي هنجيب بقى الارتوتال والكي closed الارتوتال والكي closed سيكس بقى سيكس بسري سيكس بسري يبقى كله سيكس اوم هي الارتوتال كانت بكام بسيفن بقت بكام بسيكس يبقى لما افللنا الكي جماع يغلب الارتوتال ألت فالاي توتال زادة فطبعا الفولتميتر دة معدى جوه اي توتال بنج Ciao فمعدى هنا اي ايه اي توتال ثم لما افلنا الكي الارتوتال بقت بسيكس هيكانت بسيفن JA فالالقي توتال ألت فالاي توتال زادت فج Seg第 4 في Except Season ling flop خلصانه اللي بعده بيقولك ايه؟ بيقولك as M and L are two resistors joined in series and the value of M double L خلاص يعني resistance M 2 من resistance L ماشي so the ratio between their passing currents هم اصلا متوصلين series series i ماشي عايز the rating of voltmeter is two volt then the potential difference between x and y becomes can بيقولك ان الرقم volt 2 volt لنكز كما معي خليها بلون تاني المعلم 2 volt ماشي هي دي كما R 2R يقرى 2V 4 volt ماشي 4 volt خلاص يبقى potential difference من x لحد y لو انت متسرع ومتخلف تقول لي 4 volt يبقى potential difference من x y 8 volt لانت كنت متخلف عقليا ليه يا جماعة؟ لاني خليك دول باراليل وفي البراليل باراليل 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 خلاص؟ ماشي طب افرد انا صعبت لك المسألة شوية وقلت لك انا عايز potential difference من y ل z هتلي كلم من y ل z اه طب هتقول لي لو انت متسرع ومتخلف هتقول لي ماشي يا عبدالله هي مش اللي 2R ب2V اه يعني الاراية ال 2R ب2V يبقى الاراية ب1V طب مش 3R يبقى 3V كانت متسرع ومتخلف دلو انا عايز صعب المسألة هتلي من y ل z طب انت متخلف حقليا ليه؟ لان اردت لك النقطة في شابتر 1 يا جماعة ان انا عشان اقسم لازم المسألة كلها series عشان اقسم لازم المسألة كلها series فحنا اشتغلنا من y عادي عشان هي اصلا series لكن لما تجي من y ل z بقى لا بقى ادي series لكن لازم المسألة كلها series انا عايز اصلا من y ل z اللي هي 3R انا عايز الاراية خلاص انا خليني بقى اللي قبل ده كله series مش ما ده 2R و 2R يعني 4R 4R مع 2R يبقى 4x2 على 4 plus 2 تطلع 4x2 على 4 plus 2 تطلع 4 over 3 يبقى اذا هتلاقي الريزيستنس بتاعت كل الحتة البرل دي ب 4 over 3R والفولتج بتاعها بكام باربعة فولت ما احنا جايبين بقى ده باربعة ده باربعة ده باربعة جروب ده كله باربعة فولت هتلي بقى ده كده بقت سهلة بقى ازاي cross multiplication ازاي يعني عبدالله يعني بص هتعمل كده هتقول لي 4 over 3 بتضيع اربعة فولت يبقى 3 تضيع كام بتعمل cross multiplication فهتطلع عن 3R تضيع ثواني 9V فلو كان طلب منك potential difference من Y لزد خليب لك فلو كان لك potential difference من Y كان لازم ساعدتك تفتكر النقطة ان انا عشان اقسم لازم المسألة كلها سيريس فلازم اخليها كلها سيريس خليت دي كلها سيريس هي 4 over 3R والفولتج بتاعها باربعة خلاص يبقى 4 over 3 والفولتج باربعة يبقى 3R والفولتج باربعة والفولتج بكام علامة استفهام بس اعملتها بقى cross multiplication 4 over 3 يبقى 3 تدي كام فولت كروس بقى بس خلاص الكلام جامل جدا البعض خلاص حل المسألة دي يقول لك ايه بيقول لك افزع مبين B و A بقى هناك و اهي و اهي بقى و اهي يعني V total بقى V total بقى 60 through the equivalent resistance ماشي عايز R total هو عايز R total مشانا عارف ان V total تساوي I total R total A V total I total المفروضة نجيبها لان هو عايز R total تركز بقى معايا V total متدولي بكام V total ب60 و قل لي هات R total تبقى انا فكر اجيب I total تعال بقى نشتغل في الرسمة عشان نجيب هنشوف هنعمل ايه كيرشوف فاكر كيرشوف بس الكسي ال كيرشوف الكسي القديم هم تطبق الكسي الى النقطة اللي فوق ده حالي بقى لك انا بسطة على السيركت الاول لقى هم ديني current هنا ماشي كده ب3 امبير ماشي كده ومديني current هنا ب0.8 امبير تطبق الكسي الى هنا داخل 3 و0.8 يبقى يخرج 3.8 كمل تطبق كده بقى ماشي هنا كده 3.8 وماشي هنا كده 1.2 يطلع بره 5 امبير الله يبقى الى دوتل بكام يبقى الى دوتل بفايف تعرف طبعا ساعتك تجيب الى دوتل بمنتهز سهولة وتعمل اوبرمان تطلع 12 امبير اخر مسألة كده كيرشوف يلا الراجل يقول لك الراجل يقول لك الراجل يقول لك find the reading of a meter هم 6 بارل مع 12 6 بارل مع 12 6 بارل مع 12 تطلع 4 يبقى كده ممكن ان نشيل دول وعدت واحدة هنا كده 4 وحل كرشوف عادي جدا يلا عبدالله طبعا مش مجدين انتجاه الكارنت الله طب ما تفرضوا يا حبيبي او انت صغير يلا الكارنت هنا هنطلعه من الباتري او وهنسميه i1 هنا هنطلعه من الباتري باردو او هيمشي كده وهنسميه i2 طبق بقى الكيس اللي هنا عشان تجيب الكارنت الثالث داخل هنا i1 داخل i2 يخرج i3 اشتغل بقى كيس اللي يلا طبعا يا جماعة اي سواء الكرشوف في الخليقة اربع خطوات بالترتيب اي هما طبق الكيس اللي على اين دو عندك شيل اي عارة صغيرة ورسمها جنب الباتري حط الاشارات للرزيستنس حسب اتجاه الكارنت داخل بوستف خارج نيجاتيف وطبق او اعمل او اعمل كيف يقل طب يلا اول حاجة طبق الكيس اللي ندو عندك طبق الكيس اللي ندو عندك داخل اي 1 وداخل اي 2 وخرج اي 3 يبقى i1 بلس i2 equal i3 لازم تترتب يعني i1 بلس i2 minus i3 equal zero هدي كده اول ايكوشن ثاني خطوة شيل اي عارة صغيرة وخطها جنب الباتري يلا تعال كده مش هنا في عارة صغيرة جماعة بوان اه خطها جنب الباتري ثم في جنب الباتري 7 خلاص خليها 8 اه ماش تبقى الباتري دي 3 resistance عارة صغيرة بوان ثم في جنب الباتري واحدة ب5 هي serious مع الباتري طبق انا جماعة انت لو عايز تتزود هتزود فين على ال resistance اللي هي 5 ود 1 هنزودها على ال 5 هتبقى كام 6 خلاص اهي 6 مش 5 ماشي حط الاشراط لل resistance حسب اتجاه ال current داخل postive خارج negative طبق انت فرض current ال i3 دي طلع كده بداخل postive خارج negative طبق انت فرض ال i2 دي نزلة كده داخل postive خارج negative كمل معاه داخل postive negative ماشي طيب اي 1 انت فرض وماشي كده يعني جاي من هنا خلي بالك اي 1 جاي من هنا يبقى positive negative جاي من هنا جامعة انت فرض السهم كده يعني السهم ده جاي من هنا كده اهو يبقى positive negative وده كمان positive negative ماشي الاكوشنات يلا تعال نلف في اي لوب تعجبك تعال نلف مثلا في اللوب الجيل الاول نبدأ من اي حتة فاضية كده من هنا ونلف كده يلا بالاي لون تاني بالاول هنش مثلا اول حاجة خبطنا فيها negative طب انا يا جماعة انا باخد اول اشارة والV اول اشارة والV اول اشارة والV بتساوي IR فانا ماشي كده اول اشارة خبطت فيها negative الر بعشرة والi اسمها i3 يبقى negative 10 i3 كمل اخش هنا خبطت في negative 7 بس i اسمها i1 يبقى negative 7 i1 كمل بازوة 30 كمل نجاتف 12 نفس ال i i1 نجاتف 12 نفس ال i اللي هي i1 وصلت كل ده equal 0 طبعا لو انت عايز تسألني جوا دماغك كده عبدالله هو انا بلف كده هنا كان i3 صح؟ ليه لما دخلت هنا بقى i1 اهم حاجة جماعة زي ما قلت لك قبل كده طالما عديت على نود current اتغير طالما عديت على نود current اتغير هنا كان i3 عديت على نود فبقى i1 ماشي لازم رتب يا جماعة بالترتيب i1 i2 i3 ونجاتف 12 i1 يبقى negative 19 i1 مفيش i2 يبقى اللي مش موجود بخطة 0 i2 وبعدين negative 2 0 الارقام الارقام تروح نجاتف 30 دى كده ايكوشن ورتبناها الحمدول الله الأيكوشن التالتة تعالى نبدأ من اي مكان نبدأ مثلا من هنا ونلف كده ماشي بالورنج ونرتبها بالازرق انا ماشي كده يا جماعة negative 20 كمل positive 6 اي كان بعده اود سفر الى يوجد سمجد D6-I2 مكون قام بى Qu3-I2 عدتها ل للنود قريل ان تتغير فوق بقى ده يجعل سمجد prod radical calmi الرتب بالازرق فى I1 يوجد Z0-I1 فى I2 اه في 6 اي 2 وفور اي 2 يعني تن اي 2 ما هو فور و 6 تمام تن اي 2 في اي 3 اه تن اي 3 بوزطف طبعا تن اي 3 بحطها في الاشهار بتاعتها يا ناغمة ماشو بعدين نيجاتف 20 تروح بوزطف 20 اه بروز الحمدلله عالسلامة مود 5 2 يلا كوتش 1 1 نيجاتف 1 0 1 1 نيجاتف 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 هتطلع لك ال i1 بكام تعال بقى نكتبه باللون البين كده في اي مكان كده هتطلع لك ال i1 5 على 6 i1 5 على 6 i2 7 10 7 على 12 i3 17 ال 17 مانطعم 17 على 12 ماشي هو اعيد الامتر الامر تانت فرضه ايه اصلا الامر نے فرضه ولكن الامر بها وجب انت ايه لبعن الخروج فاحنا هي هنا احنا ساعيد الان يتونت بالفعل ندي حاجاته اابل الان اجمحه انا اشيال الشغبطة دي وهو الشغبطة اللي بالسود التانية وليس عن شيء حلو طيب بس خلي بقلك لو انا اتا اعزت البرانش اللي في النص اه هو اتشغل اصلا الاريزوستنس اللي انت كنت احضيتها دي اهي ماشي استنى مزحناها حط هنا بقى I2 مكانه ساوا نمس السهم ده اهو لكن اسمه I2 ما تنساش ماشي طيب والاركام كلها تحت حلو طب تعال بقى انت عايز ايه البوتينش ديفرنس من البي طب بس اخلي بقى لك ان I2 دي يسته طالما هي ماشية كده ماشي هيجين يحصل له ايه هيتقسم كده وكده تعال بقى نحط الاشارات على الريزيستانات اللي هي اللي متقسم فيها دي ده positive negative وده ينف sorts وهذا غريبت ذلك هو اللي مسر ماشي انت عايز تقوم بالأشارات خلي بالك قل هو المavezجب الج overboard ي�ںاش الريزيستانت اللي هو المزارة الريزيستانت اللي هو المزارة و المعد اخت الريزيستانت incapable من اللي هو المزارة و المراتين نوع من المباشرة فأنا سأقسم المباشرة على 3 أجزاء لكن المباشرة سيعتم على 3 اجزاء فقط سأقسم every two divided 3 one is seven to twelve and one is three يصل على الجزء الواحد يصل على الجزء الواحد بseven on 36 يصل على الجزء الواحد بكام؟ طبعا لا يجب أن يصدر الواحد في أرقام ريخ مشروعية يصل على الجزء الواحد بسبب يصل على الجزء الواحد بس Senator الريزيستنس الكبيره الريزيستنس الكبيره عشان 12 تاخد كرانت صغير الى هو تاخد 7 على 36 والى فوق ياخد قدها مرتين الريزيستنس اقل من ديب مرتين يبقى كرانت اكبر من ديب مرتين يعني 14 على 36 14 على 36 أمبر ماشي هاتلي بقى يلا البيتنشيال ديفرنس منين لفين من البي هتعالى نجيبه فوق كده بالله اخدر اوه من البي عادي يا جماعة هنمشي من البي عادي خلص ونطبق كده بس من البي بس يلا من البي خوطت في نيجاتف الريزيستنس الكبيره الكرانت بتاحه 14 على 36 كمل خوطت بعد كده في الريزيستنس والكرانت بتاحه 7 على 36 صح? لا يس خلاص طلع الناتج يلا negative 2 multiply 14 على 36 plus 8 multiply 7 على 36 طلعت لي 7 يبقى 7 over 9 اللي هو كام يعني اللي هو 0.78 مثلا حسب الابروكسيميشن طيب المطلوب اللي بعده بالتأكس في النقطة X اه اوعد تنسى طبعا السؤال بتاع كل الافكار اللي هو هتجيب ايوان و اعتهدها ثري اللي هو هتجيب ايوان ثري وبعدين الفكرة هي potential difference between two points ما مشي من النقطة التانية الفكرة التالتة اللي هي كانت و هي كترة كيف تحلها؟ فولتج الاولى minus voltage التانية تساوي potential difference بينهم فكريا؟ اه voltage الاولى minus voltage التانية تساوي potential difference بينهم ماشي ده لما الرجل يطلب منك ايه؟ ده لما الرجل يطلب منك فولتج الاولى دايما unknown فاكر اه ده لما تلاقي نقطة given اه اه اي نقطة متوصلة بالارض الفتش بتاعها ب zero بتساوي potential difference بينهم امشي من ايه طريقة اعجبك؟ انا بيني وبينك اسهل طريق ممكن امشي كده ممكن امشي كده ممكن امشي اي حاجة بس اسهل طريقة لو انت بتشغل الماكلة يعني اللي فوق ده بص ده اسهل حاجة تعويط قوي خلص طيب يلا وبطبع اي كده يشوف حاجة جدا بس من اكسل حاجة زيرو يلا خبط في negative negative 12 اي بتاعاتها اسمها ايه؟ اي 1 خلي بالك اي بي اسمها اي 1 اللي انت كايبها بكام اصلا في اي 6 كامل خبط في negative كامل خبط في positive الر ب6 والاي بتاعاتها اللي هي اي 2 بكام ب7 على 12 بس بس طلع بقى الناتج يبقى ازن طبعا يا جمالة وخدت اي طريتين لازمتل على نفس الإجابة negative 12 multiply 5 على 6 minus 20 plus 6 multiply 7 على 12 equal طلعت لك negative 26.5 فطلعت كام negative 26.5 5 طب لو خدنا طريقة اي عضليتل على نفس الإجابة اه تجري اتأكد يلا voltage x minus 0 equal تعال ناخد الطريقة العادي بتاعنا اللي هو ده 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 يا معالي في الوشة على طول يلا negative 30 لو انا حل صحة جمالة لازمتل على نفس الإجابة negative 30 وبعدين positive في نوقات انساها دايقة بسوقات انساها positive 8 تمام؟ الله على فكرة معنا انا غلط في حاجة بص يا ستا لان انا غلط في حاجة فالارقام كلها غلط دي ناخدها ب7 وهي نفوط ب8 تمام يا جماعة؟ فده الغلط عشان كده المسألة كلها غلط هي اصلا 7 هي اصلا سوري 8 وانا كاتبها كام؟ 7 فكل اللي احنا بنعمله ده غلط بس ما علينا؟ كمل بقى خلينا نشتغل بقى نكمل على الغلط يعني انا هكمل على الغلط اللي انا عمله ليه 7 ماشي؟ ماشي يبقى كمل positive انا كاتبها 7 عادي يبقى 7 طبعا انا اللي مع الارقام دي كلها بقى عندك هتطلع اخر عندي بس لو انا حل صحة بالارقام بتاعتي المفروض برضو يطلع نفس الناتج يعني هغلط نفس الغلطة اوكي؟ انا هغلط دلوقتي نفس الغلطة تانية هكتب الارب 7 ماشي؟ 7 ملتبلاي عيون بقى 5 على 6 ماشي كمل خلي بالك دول اللي كوفل انت بتاعهم كان كام 4 لو انت فاكر وداخل positive خارج negative فخبطنا في negative 4 multiply 7 على 12 وصلنا هل يطلع نفس الناتج؟ تعال نشوف negative 30 plus 7 multiply 5 على 6 minus 4 multiply 7 على 12 طلقت لي صحة طلقت لي negative 20 6.5 يبقى اذا يا جماعة انا الحل ده حل صح مليون في المية لان طلع نفس الغلطة هنا وهنا يبقى كده يا جماعة كل المسألة محلولة صحة بس محلولة صحة بالغلطة اللي انا اغلطتها يعني ايه؟ يعني لو فعلا الريزيستانس ديب 7 فتلاقي كل الحل ده وتماني خلاص؟ فانت كل اللي هتعملو ايه؟ وانت بتحل عشان انا بس غلطت فيها اكيد مش عادة تانية انا طويلة جدا كل اللي هتعمله انك هتحط ريزيستانس باتة الريزيستانس بعدها هتحليها انت كام هتكسبوطها هتكتبها ايه؟ انا كتبها ايه هنا بس نستطيع كتبها ايه هنا خلاص فتحطي دي ايه فتلاقي الايات كلها متغيره والفولتجات كلها متغيره ولكن الالتابس والافكار كلها صحة خلاص هتحمل لنفس الفكرة بس الاركام النواتج النهائية الانسر هي بس لايه؟ الغالب كلام جمل جدا 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 احنا كده يا شباب الحمد لله واشكر الله خلصت احل ويريت يا جماعة الناس تحلل واجب لحد اخر سؤال علشان ترجع على كل حاجة وربنا معاكم